موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعة مباركة أسعد الله صباحكم فيها مشاهدين بكل خير أهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج هذا الصباح والذي يأتيكم مباشرة عبر الإخبارية الثالثة للتلفزيون الجزائري أسعد فيه بخدمتكم دائما على مدار ساعتين من الزمن إلى غاية الساعة العاشرة بحول الله نناقش خلالها عديد المواضيع والقضايا والملفات في مختلف المجالات والقطاعات سيكون لنا حديث عن أهمية حسن الجوار اقتداء بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا طالما أوصى بحسن التعامل مع الجار وعدم الإساءة إليه والتعامل معه دائما بالحسنة سنتحدث أيضا عن دوره عن حقوقه وعن واجباته أيضا في الحي والمجتمع سنتحدث عن برنامج النشاطات الرياضية والترفيهية التي سطرتها مديرية الشباب والرياضة لولاية المدية لفائدة الأطفال والشباب فضلا عن المشاريع القطاعية التي أطلقتها السلطات المحلية في ولاية المدية لفائدة الأطفال والشباب خلال موسم الاستياب سنتحدث أيضا عن جهود الجمعيات في تعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع والتقديم كل الدعم الذي تحتاجه العائلات والمعوزين أيضا في مختلف المناسبات في البرنامج ستكون لنا وقفة أيضا مع الذكرى السادس والعشرين لتأسيس الديوان الوطني للثقافة والإعلام سنتحدث عن أبرز مهامه عن اهتمامه بالفنانين والمبدعين والمثقفين سنتحدث أيضا عن دوره في تعزيز العمل الإبداعي والثقافي بمختلف فروعه ومجالاته وأيضا عن دوره في تعزيز الهوية الثقافية الجزائرية والترويج لها في المحافل الوطنية والدولية إضافة إلى عديد المواضيع والربرتاجات والقضايا والمواعيد الإخبارية والتي تأتيكم ضمن هذا البث المباشر من برنامج هذا الصباح وإلى غاية الساعة العاشرة بحول الله البداية مشاهدي الأفاضل وقبل البدء في التفصيل في مختلف هذه المواضيع أدعوكم إلى متابعة هذه الورقة حول أحوال الطقس من إعداد كاريم مرزوق موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل تحية صباحية مشاهدين الكرام جمعة مباركة للجميع نسبة رطوبة عالية خلال هذه الصباحة الوجهة السحلية حتى درجات حرارة تبقى دائما مرتفعة نشرية خاصة على المناطق السحلية الشرقية أين درجات الحرارة تتراوح ما بين الربعين الغيثة واربعين الدرجة إذن خلال أمسية مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما صحوب روكامية رعدية ستخوص الوجهة الغربية على السواحل وخاصة على مرتفعة والهضاب احتمال لزخات مطارية خلال أمسية حتى على أقصى الجنوب مع زوبة عملية نشيطة على كل من الحدود المالية الجزائرية مرتفعة الهوغار والتاصلي وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي سجلنا خلال هذه الصباحة مقاييس مابي 23 لغاية 27 درجة على الوجهة الشمالية 31 درجة لكل من بشار ولاية غردية كذلك ولاية حسيم سعود وحتى على إليزي 26 درجة لتامن راست أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 34 درجة خلال الظاهرة درجة الحلقسوى تبقى فصلية على وجهة السحلية الوسطى وكذلك الغربية لكن دائما مرتفعة موجة حار ستجتاح الوجهة الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات خاصة الوجهة السحلية على الخط الرابط ما بين بيجاية جيجل سكيكدا عن نابا والطرف أين درجات الحرارة تحت الظل تقارب 43 درجة جنوبا 39 درجة على التامن راست دائما تقص حار سيسود سحراء الوسطى أقصى الجنوب حتى 30 دوف بناء أباس مع 48 درجة للمصطفين خلال نهار اليوم إن شاء الله فمسرحة الأرصاد الجوية ترتقي ببحر جميل هادئ على طول الشارط الساحلي راية خضراء سباحة مسموحة حتى درجة حرارة مياه البحر تبقى معتدلة تقارب 27 درجة مئوية عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم الجمعة سيكون به حول الله في تمام السابعة 45 دقيقة أشكركم على المتابعة والسلام عليكم موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل أرحب بكم مجددا إذن مشاهدية الأفاضل ضمن هذا البث المباشر من برنامج هذا الصباح مستمرون معكم إلى غاية الساعة العاشر بحول الله ونستهل أولى مواضعنا بالحديث عن أهمية حسن الجوار وبكيفية التعامل الأمثلي مع الجار اقتداءا بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في الإحسان إلى الجار في تجنب الإساءة إليه وفي معاملته دائما بالحسنة كما سنتحدث عن دور الجار عن حقوقه وعن واجباته أيضا داخل الحي والمجتمع أيضا وللتفصيل أكثر في هذا الموضوع أتشرف بحضور الإمام عبد الرحمن مقداده مفتش رئيسي وعضو مكتب الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف صباح الخير فضيلة الإمام مرحبا بك معنا صباح الخيرات أهلا وسهلا وشكرا على هذه الدعوة الكريمة شكرا جزيلا لك فضيلة الإمام إذن بداية نتحدث عن مفهوم حسن الجوار في الإسلام وعن دوره أيضا في بناء مجتمع مسلم مترابط ومتماسك أيضا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما نذكر الجار نذكر هذه العلاقة التفاعلية مع الجار لأن الجار لا يكون إلا إذا كان مع غيره والإنسان بطبعه هو اجتماعي وبالتالي يعيش مع بني جنسه يتبادل معهم المنافع وتترتب على ذلك حقوق واجبات إلا أن الإنسان بطبعه يحب الخير له ويحب المصالح له فجاءت الشرائع والقوانين والأعراف لتثبت هذه السلوكيات ونحن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى على وجه التمثيل في هذا الباب قول الله عز وجل وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْ فالله عز وجل ابتداء ذكر شيئا مهما وهو عبادته سبحانه وتعالى لتترتب بعدها هذه السلوكيات التي تكون في التعامل مع الإنسان فإذا تحقق الأساس الأول الذي هو أساس كل الأسس صلحت المعاملة بعد ذلك مع الصاحب ومع القريب ومع الجار والجار هذه المعاملة نحن نقرأ هذه الحكمة نقول الدين المعاملة الدين المعاملة هي حكمة يبينها الحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين حسن الخلق لأن المعاملة لا تكون حسنة إلا إذا كانت مع حسن الخلق وحسن الخلق شيء بسيط هيئن وهي ابتسامة صادقة كلمة طيبة وبذل معروف وإذا كان هذا يبذل للناس جميعا المسلم مطالب بأن يقدمه للناس فالجار أولى لأنه يجاوره والآية الكريمة ذكرت والجار ذي القربى والجار الجنوب الجار ذي القربى هو الجار اللي يكون من ذوي الرحم يعني هو العم أو الخال أو ابن العم أو ابن الخال الخال العم وهكذا يعني هذا هو الجار الذي له حقوق عظيمة لأنه له حق الجواء وله حق الإسلام وبالتالي حقوقه آكد من غيره ثم يأتي الجار البعيد سواء كان مسلما أو غير مسلم لأنه ليس دائما الإنسان يجد جار مسلم أنه قد يكون بجواره من ليس مسلما سواء في البلد أو خارج البلد وبالتالي القرآن الكريم ذكر الإحسان إلى الجار والإحسان يكون بالقول ويكون بالفعل القول هي الكلمات الطيبة الكلمات الحسنة الكلمات التي فيها رفع التي فيها مقام لهذا الجار نكبر به ونرفع مقامه ونقول كلمة طيبة ترضين عند الله سبحانه وتعالى وننأى بالكلمات التي تضر إذا قيلت لهذا الجار وبالتالي هذا العموميات لازمة لكل جار وهناك حقوق إسلامية لازمة للمسلمين جميعا وتتأكد للجار ممكن قبل الحديث عن هذه الحقوق فضيلة الإمام الكثير من النصوص سواء في القرآن أو في السنة النبوية الصحيحة التي لطالما حفت على ضرورة وأولت اهتماما بالغا بالجار كيف نفسر اهتمام التعليم الإسلامية القرآن السنة النبوية الشريفة هذا الاهتمام الكبير بالجار كيف يمكن تفسيره نعم الآن عندما نقرأ الأحاديث نقرأ الآيات القرآنية نجد أن حسن الجوار هو من القيم الإسلامية التي تدعو إلى التفاعلية الإيجابية التي ترفع من قيمة المجتمع برفع قيمة الجار وهذه المعاملة التي قلنا هي تنبعث من أخلاق كريمة ومن إيمان بالله عز وجل ابتداء فالذي يأخذ من الآيات ويأخذ من الأحاديث هو أننا نسدي المعروف للجار وإسداء المعروف متنوع وكذلك إذا كان الإسداء يكون عدم الإيذاء لأن الإيذاء هو سوء جوار الإحسان هو حسن جوار وبالتالي الإنسان ينظر إلى نفسه حتى في إحسانه للجار هو إحسان لنفسه والإنسان لا يريد أن يسئ لنفسه كطبيعة بشرية للإنسان لأنه يريد أن يرفع مقامه وأن يحمده ولذلك نقرأ مثلا الله عز وجل يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إذن إحساني للجار هو إحسان لنفسه ويقول وإن أسأتم فلها فالإساءة للجار هي إساءة لنفسه لأن مقامي لا يكون مقاما رفيعا وأنا أرجو أن يكون لي ذكر في المجتمع أحمد به وكذلك فيه توجيهات قرآنية في هذا السياق للمسلمين عموما وتتأكد للجار يعني على وجه الخصوص الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم مثلا ولا تقتلوا أنفسكم لا يعقل أن الإنسان يقتل نفسه ولا لا عندما نقرأ في الآية الكريمة فالمقصود به لا يقتل بعضكم بعضا فربط هذه النفس كأنها نفس الإنسان ابتداء طبعا هذا مع المسلم بصفة عامة ومع الجار تتأكد وبالتالي لا يؤذيه سواء وصل إلى حد القتل أو غيره لأن الله عز وجل يقول ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعم بعضكم على بعض طيب إذا كان الطعن في المسلم بصفة عامة فالجار أولى فالجار من باب أولي لأنه حرمة تصان وهو القريب إليك والجار طبعا ما كان ملاصقا لبابك وقيل ما كان يعني إليك سواء من اليمين أو الشمال أو الأعلى أو الأسفل إلى أربعين بيت وبالتالي هذا هو الجار الذي ينبغي أن تصان حرمته وهذا المأخوذ من النصوص بأن نسدي إليه الخير ونبعد عنه الشر لو لا تحدث ممكن عن خصال المصطفى عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الجار وهو القدوة التي لطالما نتبعها في تعاملنا أو في مختلف معاملاتنا الحياتية كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع جيرانه وكيف كان يوصي دائما بضرورة الإحسان إلى الجار وتجنب الإساءة إليه اللهم صلي وسلم وبايك على سيدنا محمد معاملة النبي عليه الصلاة والسلام مع الجيران سابقة على الرسالة فهو المعروف عنه قبل أن يبعث نبيا أنه الصادق الأمين وبالتالي كانت علاقاته كلها علاقة مبنية على قيم وموثل عليا حتى في الجاهلية فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء جوارا ولم يكن يسيء إلى غيره ومما يدلون على أهمية هذا أنه كان يسكن بجواره يهودي وهذا اليهودي كان يضع القمامة أمام بيته ولما مرض ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده ليبين لنا قيمة الرحمة وقيمة المعاملة الحسنة وقيمة التواصل الإيجابي فمما ذكر فيه ممكن في هذه النقطة مع الجيران حتى وإن لم يكن مسلما نعم ذكرنا هذا والجاري للقربة والجاري الجنوبي قلنا سواء كان مسلما أو غير مسلما فقدمنا لهذا لأنه هذا غير مسلم لكنه ما دام ذميا أو مسالما أو بعقد عامل وهو بجوارك يجب أن تحسن إليه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الإساءة إليه لا قولا ولا فعلا على دعوة أنه غير مسلم لا يجوز إيذاء الآخرين ما لم يكونوا محاربين فإذا كان محاربا اختلف الحكم أما إذا كان مسالما فإن الإسلام يفرض علينا أن نعامله معاملة إسلامية وهي تدعوه لأن يدخل في الإسلام إذا رأى هذه الأخلاق الكريمة من المسلمين وهذه دعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى الإسلام أيضا هذه الخصال التي لطالما اتصف بها المصطفى عليه الصلاة والسلام والتي لطالما تعامل بها مع جيرانه كيف يمكن أن نعمل إسقاط على هذه الخصال في وقتنا الحالي حتى نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون النعمة الأسوة لنا في التعامل مع الجيران إسقاط في عصرنا الحالي كيف يمكن التعامل ممكن بين قوسين في خضم مختلف ممكن المشاكل التي لطالما أصبحت تحدث بين الجيران لتجنب ولتلافي كل هذه المشاكل أو لنقول ممكن سوء تفاهم قد يؤدي في أحيان عديدة إلى خصامات شديدة كيف يمكن التعامل الأمثل وفقا لتعاليم ديننا الإسلامي في التعامل مع الجار نعم قبل الإسقاطات لابد من النص لنسقط الأمر على الواقع عندما نقرأ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ضيفه وفيه من يحسن إلى جاره في نفس الحديث إحسان إلى الجار وإن دعوة صريحة إلى الإحسان عندما نقرأ في حديث آخر الحديث الذي ذكر أن امرأة تذكر بكثرة صلاتها وصيامها وفعلها الخير وبمعنى تذكر يعني اشتهر هذا حتى عريفت به معنى اشتهرت في القوم بأنها امرأة لها عبادات كثيرة لكن ذكر معها أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها تقول بلسانها يعني كلام قبيح قد تسبوا قد تشتموا قد تطعنوا قد تغتاب قد تكون نميمة يعني هذه عمل اللسان السلبية أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار طيب الآن نحن ننظر إلى واقعنا مع جيراننا وجيراننا معنا لأن الإنسان هو جار وله جيران كيف يعامل جيراننا هل نعامل جيراننا الآن في ظل هذا الواقع بما جاء في شريعة ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسأل عنهم أن نحسن إليهم أن نصبر على أذىهم من جملة الآمر أن نصبر على أذى الجار لأن الجار هو من بني آدم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون شريطة أن الإنسان إذا أخطأ يرجع عن خطائه ويطلب العفو من جاره إذن هل صبرنا على جيراننا والآية القرآنية تقول يقول الله عز وجل ولا من صبر وغافار ليس فقط يصبر يعني يزيد يسامح ليس فقط يصبر يصبر ويزيد يسامح إن ذلك لم يعزمي لهم فالإنسان وهذا تعامله مع جاره لأنه هو الأقرب إليه وهو الذي يجيده ولكن في هذه النقطة بالتحديد فضيلة الإمام لو تعرض الإنسان لأذية بالغة من جاره في هذه الحالة كيف يتعامل وفقا أيضا للتعاليم الإسلامية هي ابتداء المسلم مطالب بالصبر وبالموعظة الحسنة ومن صبر لله غير الله حاله ويدعو إلى جاره بالخير أن هذا الإنسان غلط يدعي له الله أهده ويقوش اللهم أهلكه لأنه عندما يهدى جاره فهو خير له وسعادة لأنه لما يكون جارك إنسان صالح تطمئن لكن إذا ستدعيت عليه وربيه لكو وتغيرت الدار إلى الأسوأ فأنت كذلك يصيبك ما يصيبه ولذلك نحن في المثالة يعني الإنسان لا شاف جاره مثلا حففه ويش مخشاره لا لا وبالتالي إذا كانت الإساءة ستصيلك هذا هو المقصود من هذا الباب ولماذا يقال الجار قبل الدار من هذا الباب أني أنا أحسن إليه ليصلح حاله ولا أساعده للإفساد وبالتالي هذا الجار من هذا المنطق الإسلامي وهذه القيم العليا أنا أصبر عليه وأدعو له بالخير لكن في بعض الحالات الإنسان لا يستطيع لأن التحمل هي قدرات ودرجات أيضا ليست لكل الناس على درجة واحدة فيه من يستطيع أن يتحمل وهذا يأخذ أجرا فيه من لا يستطيع له أن يغير مكانه له أن يتخذ إجراءات أخرى ولكنها إجراءات في إطار الدين الإسلامي لا تصل إلى الإذا ليس مبادلة السيئة بالسيئة لأننا مطالبين أن ندفع السيئة بالحسنة وأن ندفع بالتي هي أحسن وهذا فيه نتيجة وثمر طيبة أن الإنسان بهذه المعاملة يكسب ود الآخر وقلنا في الآية الكريمة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أحسن إلى الناس كما جاء في قول الشهر الأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلا طالما استعبد الإنسان إحسانه فبهذا الإحسان قد يتكاك هذا الإنسان كما قلوب هذا العبارة ويرجع يقول كيف الإنسان هذا يدير فيه الخير وأنا يعني أوسيء إليه كما فعل أحد الصالحين يعني إنسان يغتابه ويتكلم في عرضه الكلام الذي لا يليق فكان يكريمه ويبعث له بالتمر وغيره ويحسن يعني إحسان مادي فمع الأيام قال كيف يعني لهذا الشيخ أسيء إليه وهو يحسن إلي ويطعمني فجاء سائلا فقال كنت تعمل لي وأنا أعمل لك يعني لهذا العمل رجع الإنسان إلى الصواب لكان خيرا لو سيره في خلقه الدنيء فهذا يتمادى ويقول الشاعر إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء يعني أنت ينبغي أن تترفع عن هذا المقام الذي يكون في الحاضير فإذا ترفعته وارتفع إليك أما إذا نزلت إليه فيصبح الإنسان معه في الحاضير وهذا لا يلق بالجار لأن الجار وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن حتى قيل خاب وخسر من هو قال الذي لا يأمن جاره بوائقه يعني الشرور التيع الجار هذه لكانت مفاسد وإيذاء ورفع أصوات وتصنت وكما نقول نحن يتجسس ورمي القاذورات وغيرها من الأمور هذه ليست مفاسدة ممكن في هذه النقطة بالتحديد فضيلة الإمام إثم أذية الجار في الإسلام أكيد وإثم كبير الإنسان الذي يؤذي جاره كيف أكيد؟ الذنوب تتفاوت فيه ذنوب من الكبائر فيه ذنوب من الصغائر ومما ذكر في أذية الجار أنها كبيرة من الكبائر من الكبائر كبيرة من الكبائر هذا الجار شيء عظيم ولذلك ورد حتى في السلبيات وارتكاب الفواحشي فلأن يفعل الإنسان عشرة فواحش في مكان آخر ما رحش يكون الإثم التحم كما يفعل الإثم مع جارته ولهذا الإنسان يصون جاره ويصون حرمته حتى أنه عندما نقول هذه الكلام ننظر إلى الجاهلية كانت إذا المرأة يعني مثلا في الشرفة أو كذا وظهرت إلى فيقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها يعني لا أبقى ينظر إلى بابها أو إلى نافذتها أو إلى شرفات كما يحصل الآن لأنه قلنا إسقاطات هذا واقع الآن يعني اليوم كامل ممكنه كراسي والكلام والنظر إلى شرفات المنازل وهذا لا يليق بالجيران لا ينبغي أن يكون هذا فالجار يصون جاره نقطة مهمة جدا أثرت فضيلة الإمام هذا يقودون إلى الحديث ما هي حقوق وما هي واجبات الجار تجاه جاره نعم الجار ينبغي عليه أن يؤدي الحقوق الإسلامية ابتداء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست الحاجة الأولى قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحميد الله فشمت وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبعه الحاجة الأولى أنها تكون تحية متبادلة والكلمات الطيبة متبادلة كذلك فيه ولائم فيه مناسبات دعاك الجار تحضر معه ترفع قيمة جارك وتحضر معه كذلك هذا الإنسان يعني مرض وبالتالي تزوره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد جيرانه ويزورهم ومن زار جاره أخذه الأجر ويرفع من معنوية جاره بهذه الزيارة حتى لا يرى نفسه أنه معزور خاصة إذا كان جار وهو من بلد بعيد ويسكن أمام قوم فتركه لنفسه فإنه يكون ضعيفا وبالتالي إذا زاره الجيران تكون له هذه الحرمة وهذه الحق كذلك إذا حصل له مكروه يعني عزيته لأن مطالب الإنسان المسلم أن يقف مع جاره يعزي في المصائب وأما في الأفراح لا يحسده وإنما يهنئه يهنئ في الأفراح ويعزي في الأطراح فإذا مات يعني يقوم بواجب حسن الجوار من التجهيز وغيره والدفن فهذه حقوق عامة للمسلمين جميعا تتأكد على الجار ومما يتأكد على الجار كذلك صون حرمته والدفاع عنه وعن بيته وعن أهله المساهمة في ترقية المحيط الذي يكون فيه الجيران فهذه حقوق للجيران على بعضهم البعض وبالتالي تلزم الإنسان المسلم الذي يريد أن يكون في قيم ومثور عليا دينية وقيم حضارية ترفع من هذا القدر وهذا يكون بناء على توجيهات كما قلنا قرآنية وسنة نبوية وكذلك قيم المجتمع القيم العليا وليست القيم التي تكون فيها مفاسد وبالتالي صبر عليه والإحسان إليه وإكرامه هذا هو الذي ينبغي أن يكون للجار وأهم نقطة أن لا يؤذيه إذا لم يستطع أن ينفعه غياب ثقافة حسن الجوار كيف يمكن أن تنعكس سلبا على ترابط وتماسك المجتمع هذه القيمة العظيمة إذا غابت يصبح كل إنسان يعيش لنفسه وبالتالي مثلا يخرج طفل مع الأبناء يلعب فممكن تكون أمور بسيطة بين الأولاد فالجار يسيء إلى جاره ويسبه من أجل هذه الأمور البسيطة كذلك يولي الإنسان لا يبالي إلا ببيته ينقي بيته لكنه يرمي الأوساخ خارجة بيت فيه الأنانية طبعا لأنه لماذا ربطنا الابتداء بعبادة الله وبخوف الله ربطناها ابتداء إذا كان هذا العاصم وهذه القيمة الإنسان يسير وفقها وبالتالي لا يظلم غيره ويحب لنفسه كما يحب لغيره أو يحب لغيره كما يحب لنفسه ويعامل غيره بأخلاقه أخلاق الإسلام وليس كما يعاملونه نحن الآن عندنا شيء مشهور عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وهذه في مفهومها الإيجابي نعم أما في مفهومها السلبي فخطأ إذا عملني بالحسنة أعامله بالحسنة نعم أعامله كما أحب أن يعامله لكن إذا عملني بالسوء لا أعامله بالسوء لأن أعامله بأخلاق اللي هي أخلاق الإسلام وبالتالي إذا غابت هذه القيم فإن الإنسان يعيش لنفسه ويكون ضعيفا وقديما كان الجار إذا غاب وترك بيته يحرصه الجيران خشية أن يسرق أو يعتد عليه فيتهم الجيران يحرصون بيته قبل بيته لكن اليوم نرى في بعض الحالات الجار يسرق جاره للأسف الشديد وبالتالي هذا خروج على النصوص خروجا على القيم خروجا على أخلاق الإنسان المسلم خروجا على أخلاق الإنسان السوي لأنه نقول مسلم في مجتمع مسلم لكن الآن عندما يأتينا إنسان يقول لك الآن أرى جيران مثلا في الغرب أو غير مسلمين لكن علاقتهم طيبة يتحاكمون إلى أعراف وإلى قوانين وبالتالي إحنا القانون تعنا الأساسي هو شرع الله عز وجل اللي فيه إيجابية تدعونا إن قمنا بها سنكون في الجنة وهو أسمى ما يتمناه الإنسان وأما إذا تخلينا عنها أو أسأنا فإنها جهنم وبالتالي يكون هذا وعيد شديد وبالتالي نحن بين هذا وذاك نوازن ونسير هذه النصوص لنتفاعل إيجابيا مع الجيران وحتى لا تكون هذه القيم بعيدة يعني عن أخلاق المجتمع في سياقه الإسلامي العام المتواجدين فيه ممكن فضيل الإمام دائما بالحديث عن هذه القيم أي دور للأسرة وللأولياء في تعزيز هذه القيم في نفوس وصدور أبنائهم نعم ثم سنتحدث فيما بعد عن دور المؤسسة الدينية يعني المساجد والأئمة نبدأ بدور الأسرة نعم الآن نحن قبل الأسرة نقوله ما حديث عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيوريثه يعني يجعله أحد الوراثة وإذا جعل أحد الوراثة إذن هو ره من العائلة فرد من العائلة والآن نحن نأكد في هذا السياق ونحن نتحدث عن الجيوار الآن الجيوار في العمارات يدخلون من باب واحد في العمارة ولا لا ما دم يدخلوا من باب واحد والماء من منبع واحد وغيرها من الأمور المشتركة هذا ينبغي أن يغرس فيهم أنهم أسرة واحدة لأنهم يخرجون من باب ويدخلون من نفس الباب مع بعضهم الباب فهذا يوطد فيهم هذه الصلة وهذه ينبغي أن تكون رسالة للساكنين فيها أسرا وأفرادا من أجل تنمية هذا الخلق الكريم في التعامل مع الجار لأن الأسرة لها دورها الأساسي في التعامل والصغير ينظر إذا الكبير فإذا كان الأب والأم يحسنون إلى جيرانهم يكون هذا شيء ويراثي للأبناء هم قدوة نعم قدوة وقدوة إما حسنة وإما سيئة ولهذا إذا كان نريد لأبنائنا أن ينشأوا تنشئة إسلامية حقة بقيام ومثل عليا تحسنوا ينبغي أن نحسن نحن والتعليم بالممارسة اقتداء أفضل من القول لأن الإنسان قد يقول شيئا لأبنائه فإذا خالفه في واقعه يصبح حجة ويصبح مثالا سيئا وبالتالي كيف تقول هذا ولا توافقه أما عملك في الواقع فهو الذي يكون فيه الثمراء الطيبة وهو الذي يقتدى به في هذا السيئة لو نتحدث أيضا عن دور المؤسسة الدينية دور الأئمة دور المساجد في العمل دائما على توعية الناس وعلى تذكيرهم أيضا بأهمية الجار في الإسلام وبضرورة ترسيخ هذه القيم المثلى في ضرورة الحسن التعامل مع الجار وهو دور مهم جدا أيضا المؤسسة الدينية لها دور فعال في هذا الباب لأن الدروس والمواعظ في المساجد هي إما تفسير للقرآن الكريم أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم استشهادا بأقوال العلماء والأودباء وغيرها ولكن الأصل القرآن الكريم وبالتالي دائما الأئمة يعني يوجهون الأمة ويوجهون الجيران للتعامل الحسن مع بعضهم البعض لأنهم يأتون إلى المسجد مثلا إذا كان هذا الخطاب في المسجد فيكون جامعا ووجودهم في حي واحد في مسجد واحد هذا يدل على تلاحم الجيران وعلى تفاعلهم إيجابا لأنهم يأتون إلى هذا المسجد فيستمعون الخطاب كذلك عبر الإعلام والوسائط الأخرى فهو خطاب ديني نابع من هذه المؤسسة ويدعو إلى كل فضيلة ومن أهم الفضائل هو هذه الصلاة الأساسية التي جعلها الإسلام بين الجيران لأنها إن كانت قوية كان الحي قويا وإن كان الحي قويا كانت البلدية قوية وإذا كانت البلدية قوية كان المجتمع قويا فالعلاقة أوسارية والأسرة تتعضد وتتكاتف مع الأسرة التي أمامها وهذا خطاب مسجدي بامتياز لأنه يدعو إلى الإصلاح يدعو إلى المحبة ويدعو إلى الألفة يدعو إلى التسامح يدعو إلى الصفح يدعو إلى كل بر وينأع عن كل رذيلة ولهذا الخطاب المسجدي خطاب ضروري وخاصة في هذا العصر لبيان هذه القيم والأمر موجود على كل في المساجد ولكن يحتاج إلى خروج إلى الأحياء يعني هذا الذي ينبغي أن نقوله خروج إلى الأحياء من أجل الإصار ممكن ذلك بتحديدتي كنت سأسألك عن فضيلة الإمام نتحدث أيضا عن العمل الجواري للأئمة والدعاة من خلال الخروج إلى الأحياء لترسيخ وتفعيل هذه القيم في حسن الجوار الأئمة على كل لهم دورهم في أحيائهم وبلديتهم فيستشارون ويستدعون للإصلاح كيف تقومون بفضل ممكن مختلف هذه النزاعات التي لا عادة أو عادة ما تحصل ما بين الجيران ممكن بداية ما هي أهم هذه النزاعات التي عادة ما تحصل وكيف تقومون بفضلها وحلها أيضا والله النزاعات هي على كل مختلفة ومتنوعة لطبيعة الإنسان ولكن في مفاسد موجودة أحيانا بين شباب مثلا أحيانا النزاع على شيء معين مشترك في العمارة في أشياء معينة يكون عليها النزاع ولكن عندما يدخل الإمام يسمع لكلامه والحمد لله يعني صراحة هذا من واقعين الذي نعيشه يجي الإمام في لحظات قليلة يسوي الوضع وتولي الأمور إلى مجاريها والعلاقة طيبة والحمد لله فعندما يخرجوا إليهم يحترمونه والشخصية الدينية محترمة في بلدنا الحمد لله وتؤدي هذا الدور إذا لم يكن توفيق في حالة أو حالات فهذا لا يعني أن الدور غير موجود وإنما الدور بارز وظاهر والحمد لله في ربوع بلدنا يعني مش في منطقة معينة يقول هذا الإمام يدخل للصلح بين العروش بين الجيران وبين السكان ويسمع لكلامه وهو إمامهم هو اللي يجي فتح لهم في أعراسهم وهو اللي يحضر معهم في جنائزهم وبالتالي له قيمة روحية وهو قدر كبير من الاحترام قدر كبير من الاحترام أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء فهو وارث علمهم وبالتالي وارث مقامهم ودور الأئمة موجود في هذا الباب هو ما يزيد أيضا من المسؤولية عليه نتحدث أيضا ممكن عن قيمة حسن الجوار كيف ستنعكس إيجابا ترسيخ مثل هذه القيم كيف ستنعكس إيجابا على الأسرة وعلى الحي وأيضا على المجتمع القيم كثيرة ومن أهم القيم هي الراحة والسعادة والأمان عندما يكون حسن الجوار تأمن على أبنائك لأن الجار يربي أبنائك ويرعاهم ويصونهم وإذا رأهم في خطاء يساعدك هذا حسن الجوار يؤدي إلى هذا الأمر وإذا ساعدك الجيران في تربية أبنائك فهي نعمة وبالتالي الإنسان عندما ينظر إلى هذه القيمة هي قيمة في جميع الأماكن ولكن عند الجيران يتأكد الدور لأن الأبناء يلعبون أمام وهم صغر أمام مساكن الجيران وبالتالي عندما يخرج تطمئن على ابنك أو ابنتك فيكون هذا السلم وهذا الطمأنينة وهذه المتابعة كذلك يكون التعاون عندما يكون حسن الجوار يكون التعاون الجيران ينقوا أمام البيوت ينظفوا إذا كان شيء في العمارة مثلا أو في الحي يعني خص الجيران يتعاونوا ويبذلون كلهم يبذلوا من أجل إصلاحه أو من أجل يعني إحداث هذا الشيء الإيجابي أو من أجل شيء ما في الحي فيكون التعاون والتكافل التعاون هي قيمة قرآنية وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يتعاونون ويترحمون وفيها يعني قيم أخرى كذلك ولكن هذه هي التي تطغى على القيم الأخرى فإذا كانت السعادة والأمان والأمن وكان التعاون كل ما عاده يكون يعني تابعا له كأن يكون إصلاح مثلا بين جار وجار الجيران هم اللي يدخلوا لأن هذا جارهم يهمهم أمره هذا جارهم يهمهم أمره فيكون دورهم فاعلا كذلك يعني يسعون في تنظيف المحيط فإذا كانوا متعاونين يستطيعون أن ينظفوا محيطهم لأن من طلقهم هو ديني وأخلاقي ومن قيمة وحضارة إنسانية ولكن إذا لم يكن هذا الحسن موجود بين الجيران ولا يكون الإحسان فإن كل جار يعيش لنفسه وبالتالي الأمور المادية لا تستقيم والأمور الروحية كذلك لا تستقيم وبالتالي يفسد المجتمع بفساد الجيران ممكن كسؤال أخير فضيلة الإمام ما هي مجمل النصائح والإرشادات التي تقدمها للمواطنين وللجيران لحسن الجوار لحسن التعامل فيما بينهم وخصوصا رسالة إلى الأجيال القادمة أو للاستثمار في الأطفال والشباب باعتبار ترسيخ هذه القيام عندهم سينعكس إيجابا على تماسك وترابط المجتمع في المستقبل أيضا إن شاء الله هي دعوة إلى الإحسان كما بدأنا والإحسان يكون قولا ويكون فعلا ويكون ماديا وينبغي أن يكون قبل ذلك قلبيا بمحبة الجيران لبعضهم البعض فالمحبة قلبية وإذا صلح القلب شعى نورا على الجوارح فأحسنت إلى جيرانها وإحسانك إلى جارك هو إحسانك إلى نفسك لأن سعادتك من سعادة جارك وإذا انتهكت حرمة جارك فقد انتهكت حرمتك لذلك يجب المحافظة عليه أخذ من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لمقام الإنسان الذي يحسن وندعو إلى عدم الإساءة إلى الجار لأن ذلك من كبائر الذنوب التي تضر بالإنسان فردا ومجتمعا ولذلك ينبغي أن يكون الكبار وأصحاب المقام العالي يهتمون لهذا اهتماما حتى يقتدي بهم الشباب في الأحياء عندما يروا هذه الصلاة وهذه العلاقة الطيبة يحسنون كذلك هم فينشأوا جيل يقتدي بسلفه في المقام العالي والمكرومات الطيبة التي تنفع الجار وتنفع الحي فنكون إن شاء الله نقدم رسالة حضارية ورسالة إنسانية قيمة تدعو إلى الفضائل وتنأبنا عن الرذائل وهذا هو مبتغى أيضا الاستثمار في جيل يجمع بين كل هذه الفضائل والقيم المثلى لتعاليم ديننا الإسلامي فضيلة الإمام عبد الرحمن مقداد مفتش رئيسي وعضو مكتب الفتوى بوزارة شؤون الدنيا والأوقاف شكرا جزيلا لك على كل ما وفيتنا به من الصائح وإرشادات في حسن التعامل مع الجار وحسن الجوار أيضا شكرا نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب الجيران وبين قلوب المسلمين وأن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وبرك الله فيك أمين يا رب العالمين برك الله فيك فضيلة الإمام إذن مشاهدين على فاضل لازمنا مستمرين معكم ضمن هذا البث المباشر من برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل مع إشراقة كل صباح تترام إليك نسمات يوم مليء بالأحداث أحداث قد تتعدى مستجدات السياسة إلى المجتمع إلى الثقافة إلى العادات والتقاليد أيام قد تتشابه وأحداث قد تتغيى في مجتمع تتنوع فيه الأفكار وتتسع لديه الآفا مواضيع تلامس الواقع وترصد المزيد من الحقائق في تغطية مباشرة وشاملة الجزائر هذا الصباح مطلع يوم كامل من الأحداث مع إشراقة كل صباح تترام إليك نسمات يوم مليء بالأحداث أحداث قد تتعدى مستجدات السياسة إلى المجتمع إلى الثقافة إلى العادات والتقاليد أيام قد تتشابه وأحداث قد تتغيى في مجتمع تتنوع فيه الأفكار وتتسع لديه الآفا مواضيع تلامس الواقع وترصد المزيد من الحقائق في تغطية مباشرة وشاملة الجزائر هذا الصباح مطلع يوم كامل من الأحداث أرحب بكم مجددا إذن مشاهدية الأفاضل ضمن فقرات برنامج هذا الصباح الآن سنتحدث عن برنامج النشاطات الرياضية والترفيهية الذي سطرته وأعدته مديرية الشباب والرياضة لولاية المدية لفائدة أطفال وشباب الولاية كما سنسلط الضوء أيضا على الحديث على الكثير من المشاريع المنجزة والتي في قيد الإنجاز في مجال الشباب والرياضة لفائدة أطفال وشباب الولاية لضمان راحتهم واستمتاعهم واستجمامهم خلال موسم الاستياف لتفصيل أكثر في هذا الموضوع أتشرف بحضور السيد مبرك عامر ورئيس مصلحة بمديرية الشباب والرياضة بولاية المدية صباح الخير سيدي مرحبا بك معنا صباح الخير جمعة طيبة لكل مشاهدين تلفزيو الجزائري وشكرا لهذا الاستضافة إذن جمعة طيبة بداية نتحدث معك عن البرنامج المسطر من طرف مديرية الشباب والرياضة خلال موسم الصيف لفائدة أطفال وشباب الولاية حقيقة في مديرية الشباب والرياضة لولاية المدية كنا سطرنا برنامج ثاري على غرار كل سنوات يعني كل سنة يتسطر هذا البرنامج برنامج ثاري ومتنوع جدا خاصة لأطفال لولاية المدية كما ما يخفى لكش بلي ولاية المدية ولياية شاسعة بأس 64 بلدية يعني يجب أن تجهتك كبير باش تقدر تنظم برنامج موسم الصيف في ولاية المدية ولكن الحمد لله رب العالمين بفضل يعني تسيرتها سيد مدير شباب الرياضة وإشرف سيد دولي ولاية المدية وتوجيهاته وبفضل إطارة شباب الرياضة لولاية المدية اللي ضحوا بالعطلة السنوية من أجل إسعاد أطفال ولاية المدية رأنا في الأسبوع الخامس في تنفيذ برنامج موسم الصيف في شقه المتعلق بالمخطط الأزرق لولاية المدية رائدة في هذا المجال عندنا شقين في المخطط الأزرق يعني باش نقدر نعرف المخطط الأزرق وشي هو هو برنامج جيتماشا في موسم الصيف لأطفال ولاية المدية في شقين اثنين شق متعلق بالمسابح يعني برنامج داخل الولاية وشق متعلق بشواطئ البحر اللي راح لولادتاعة ولاية المدية يخرجوا المناطق الساحلية خصيصا احنا ثلاث سنوات متتاليان خيرو ولاية بومردس للإنسيابية حركية النقل في المدية احتل بومردس السنة الثالثة على التوينين خيرو ولاية بومردس الحمد لله رأنا في الأسبوع الخامس حققنا نتائج جد طيبة جد مرضية رأنا في الأسبوع الخامس من تلق هذا البرنامج نشرح وشه هو البرنامج في شقية شق المسابح تنفيذا تعليمات سيدوالي وولاية المدية اللي وضعنا حيث القدمة السبع المسابح الموجودة في تراب الولاية تحت تصرف أبناء الولاية يعني أبناء الولاية في البلديات يتوجهون للدور الشباب يسجلوا أنفسهم للاستفادة من هذه الرحالات بالتنسيق مع السادة رؤساء المجالي الشعبي البلدية تحت إصرف السيدات والسادة رؤساء الدوائر اللي هم يتكفلونها بالنقل يعني مديري تشابة بريضا راح تدير التأطير والتأمين لهذه الأولاد تنقلهم من بلديتهم إلى المسابح السبع الموجودة في الولاية يعني عدنا سبع مسابح في وليك المدية كلها من الصخارة لبرنامج المخطط الأسر الحمد لله رب العالمين رأنا في الأسبوع الخامس نتائج جد مرضية كما نقول لك لعد فاق عدد خمسة لاف مستفيد خلال شهر جوالي الشق الثاني المتعلق بشواطئ البحر كنا خيرنا شاطئ الكرمة في ولاية بومردس عدنا فريق تأطير موجود في المكان يعني في شاطئ الكرمة في ولاية بومردس يتنقلوا أطفالنا يوميا بمعدل ثمان بلديت يوميا يعني تعداد إجمالي فوق مئتين طفل يوميا يتنقلوا من ولاية المدية من كل بلدية ولاية المدية 64 يعني دون إقصاء أي بلدية يتنقلوا يوميا عندنا برنامج تعد ثمان بلديت يجول شاطئ الكرمة في انتظارهم فرقة تأطير اللي يشرف عليها مستشار شباب ورياضسي حسن بيساعد زائد فرقة تعد تنشيط اللي راح تقوم بعمل تنشيطي يعني ترفيه اللولاد على شاطئ البحر مع وجود حرص سباحة اللي راح يأمنه سباحة آمينة لهذا الولاد أكيد إجراءة القانونية المتخذة في هذا المجال لا سباحة ولا تنقل بدون وجود قائمة التأمين بدون وجود ترخيص أبوية يعني توفر كل الشروط قبل انطلاق الحافلة من البلدية قبل ما تجي للشاطئ الكرمة يعني كل الأمور مضبوطة خاصة بعد الحديثة الأخيرة الألمية الحديثة صبلت إذن الآن توفرون كل الظروف كل الشروط المثالية من أجل طعمان سلامة كل هؤلاء الأطفال كل الأطفال ما يتنقلوش يعني مدير المؤسسة ما ينطلقش من المؤسسة إلا إذا كانت قائمة التأمين مؤشر عليها من وكال التأمين موجودة عندهم يعني إجراءات صالمة إجراءات صالمة مع تنفيذ التعليمات سيد الوالي وسيد مدير شباب الرياضة يعني نطمئن يعني نطمئن الأولياء أن نولدهم في أمان ما يتلك مهنة تكون هنا فرقة تأطير في انتظارهم يعني فرقة تأطير بيداغوجية للتنشيط زائد فرقة تحرص سباحة لتأمين سباحة آمنة خصوصا أطفال دائما ما يتطلبون إجراءات خاصة ممكن للحماية للتوجيه للمرافقة إذلك تقومون بتوفير كل هذه الظروف المثالية نتحدث أيضا ممكن عن مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية التي سطرتموها تماشيا وموسم الاستياف أيضا شكرا مبركة الله فيك إضافة فقط في الموسم الاستياف كانت ولاية المدية استفادت البرامج وزارة شباب الرياضة المخيم الصيفية بحيث قدرت بمئتين طفل الحمد لله رب العالمين اطفالنا رحم في الدورة الرابعة رحم في مخيم شباب في بودوة والبحري بعد ما استفادوا من ثلاث دورات لمستوى مخيم الشباب في مزغنى انتهاء الدورة رح يكون يوم 12 جويل بعد أيام قليلة كملنا أربع دورات خصصناها هذا برنامج المخطط الأزرق والمخيمة الصيفية دائما لأطفال المناطق النائية لأطفال نحفز المجتهدين في الدراسة نحفز الأحسن الرياضيين في الجمعية الرياضية اللي نعطوا لهم تحفيز بالمشاركة في المخيمة الصيفية أو في برنامج المخيمة الصيفية سؤالك وجيه بارك الله فيك بالنسبة لنشطات الرياضية أني قلت لك بموسم الاستياف انطلق من واحد جوان ويختتم يوم 30 سبتمبر وليت المضياء يعني رأي فيها قفزة نوعية في الأنشطة الرياضية بعد ما كانت الأنشطة بحجم كبير ولت الأنشطة النوعية على غيرار ما تم الأسبوع الفارد دورة رياضية دولية في رياضة الكاراتيدو بحضور دولة شقيقة دولة تونس دورة رياضية في وطنية وجهوية في الكرة الحديدية اللي ولت تلقى استحسان يعني من جميع ولاية الوطن آخرها دورة ولائية وجهوية كانت الأسبوع الماضي ببلدية ولد براهيم قبلها كان المهرة جل مداني في طبعته الوطني في طبعته الثالثة بمشاركة حوالي 38 ولاية فاقل عدد المشاركين 5400 مشارك يعني نشاطات نوعية في جميع البلدية هذا الشي كان عنده سبب أنه المرفقات الرياضية في ولاية المدية يعني لقات قفزة نوعية هذا ما كنت أتحدث عنه نتحدث المرافق الرياضية أيضا في ولاية المدية كيف هي؟ المرافق الرياضية هي اللي سهلتنا أن يكون عندنا برنامج رياضي متنوع أولا من خلال عدد المشاريع الكبيرة التي استلمناها بعد رفع عملية التجميد ما يخفى لكش عملية التجميد كهين المشاريع انتهت يعني انتهت الأشغال بها وهي في الاستغلال كهين المشاريع رهي يعني في نهاية الأشغال أذكر على السبيل ممكن تحدث في هذه النقطة بالتفصيل ما هي المشاريع التي سلمت وما هي أيضا المشاريع التي هي في طور الإنجاز وأي أهمية وما هي القيمة المضافة التي ستقدمها أيضا هذه المشاريع في حال الانتهاء من أجال تسليمها كيف ستساهم أيضا في راحة أطفال وشباب ولاية المدية الدور الإيجابي لهذه المشاريع أننا نلمسوه حاليا يعني من خلال تنوع الأنشطة الرياضية في جميع بلدية الولاية على غرار استفادة ولاية المدية كما قلت لك المقبل كانوا عندنا سبع مسابح الحمد لله رب العالمين ممكن برنامج المخطط الأزرق لسنة 2025 لحنا رب العالمين يكونوا عندنا عشر مسابح يعني عشر مسابح ثلث مسابح رح تسلم الأشغال الجارية في مصباحين ثلاث مسابح شلت العذاورة بن سليمان عين بوسيف الأشغال رحي جارية من نهاية سنة 2024 تستلم هذه المشاريع توضح هذه الخدمة لأطفال أبناء الولاية هذه بالنسبة المسابح كان أيضا دور الشباب التي استفادت منها الولاية على غيرها دور الشباب مزغنى دور الشباب القلب الكبير دور شباب قاعات المهتع عديدة النشاطات في بلدية بعطة في بلدية بوغار في بلدية أولاد عنطر هي بلدية نائية ولكن قطاع الشباب والرياضة متواجد يفتح أبوابه لإحتواء الشباب بتاعنا يعني تفادياً للمشاكل الاجتماعية الإنحراف والمخدرات نحتويهم في برنامج سنوي يكمل برنامج جلال دراسي ويعني أني نقول لك بالليه مشاريع نوعية رأي في ولاية لديها كين تصور كين تصور في ولاية لديها أنه نروح ومسبح في كل دايرة إن شاء الله مدام إحنا ولاية كبيرة وشاسعة 64 بلدية 19 دايرة تفكير جدي في مديري تشباب الرياضة إن شاء الله نلقى الدعم من وزارة تشباب الرياضة ومرافقة سيدوالي الولاية نروح إن شاء الله إلى مسبح في كل ولاية قاعة متخصصة في الرياضة لكل دايرة بش ولدنا نحتوي ولدنا ممكن أثرت نقطة مهمة جدا وهي ضرورة استقطاب هؤلاء الشباب للابتعاد بهم عن كل الأفات الاجتماعية أي دور لمديرية شباب والرياضة في هذه النقطة بالتحديد في عملية استقطاب هؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب ممكن من خلال مختلف الحملات التي تقومون بها مختلف هذه الأنشطة سواء كانت أنشطة توعوية تحسيسية أو أنشطة رياضية وترفيهية والهدف دائما هو استقطاب الشباب والابتعاد بهم عن هذه الأفات الاجتماعية التي تدمر حياتهم وطرها مستقبلهم أيضا شكرا جزيلا عن تلك السؤال هذا عندنا شريك القطاع الذي هو الحركة الجمعوية حركة الجمعوية التي هي رائدة النتائج المحققة سواء في الرياضة أو في المجال الشباني والترفيهي الحركة الجمعوية شريكة القطاع لولاد رمي خرطه في الجمعيات ومؤسساتنا الشبانية والرياضية مفتوحة للحركة الجمعوية إذن كان عمل تكاملي الجمعية تستقطب الولاد في الحي يجي المؤسسة الشبانية ومؤسسة رياضية يمارس الهواية ويمارس النشاط المفضل بالدليل نعطيك مثلا في رياضات الفوفينام في هاتفوداو في بلدية بلدية نائية بلدية تفراوت دائرة شلة العذورة أطفال من بلدية تفراوت يكونوا ضمن المراتب الأولى في كأس الجزائر في هاتفوفينام يعني شيء إيجابي في بلدية بوش رحيل في بلدية قصال بخاري في بلدية سانك يعني رياضات يعني بلدية نائية نشوفوا نخبة تخرج من بلدية نائية إذن كان مرافقة كبيرة لقطع شباب الرياضة من خلال هيكل الشبانية ولا الرياضية ولا من خلال الحركة الجمعوية اللي رأي ترافق فيها في هذا الشباب للوصول إلى المستوى المستوى الولائي يعني ما شاء الله نتمثيل في كل الرياضات المستوى الوطني رأنا نمثله يعني في جميع المهرجانات والتظاهرات المبرمجة من طرف وزارة شباب الرياضة ولاية المدية تكون حاضرة يعني كما يقول سيد المدير خلال الاجتماعات ما لازمش لعلامة ولاية المدية يكون هابط في أي تظاهر كيف تقيمون إقفال الشباب على مختلفاته الأنشطة والتظاهرات التي تقومون بها سواء كان محليا أو خارج الولاية أيضا بارك الله وفيك إحنا في ولاية المدية تقريبا ما عندناش مكاش مرفقات مرافق سياحية كبيرة ضخمة ولا مثلا على غيران الولاية الساحلية إذن المتنفس الموجود داخل الولاية المدية هي المؤسسات الشبانية اللي ما توفره من برامج موجه الشباب من عتاد موجه الشباب على غيران الأرضيات والملاعب الجوارية اللي رأنا في عدد فوق مئتين ملعب جواري على مستوى ولاية تنذير مثلا الملاعب اللي السفدت منها الولاية في إطار برامج تظام الجامعة المحلية اللي كانت عندنا عندنا ما يقارب خمسة ولا ست ملاعب على مستوى الولاية المغطات بالعشب الاستناعي اليوم الحمد لله رب العالمين يفوق العدد سبع وشرين ملعب في الولاية مغطة بالعشب الاستناعي يعني أني نقول باللي البرامج نوعية زائد مرافق أعطات دعم كبير لهذا الشباب برنامج مليح مع مرفقة رياضية ومرفقة شبانية بلها أكيد النتجة ستكون طيبة نتحدث أيضا وأثرت نقطة مهمة جدا عن أهمية دور الشباب والمؤسسات الشبانية أيضا أي دور لهذه المؤسسات في استقطاب هؤلاء الشباب لممارسة مختلف هوايتهم وكما قلت دائما الابتعاد بهم عن مختلف في الآفات الاجتماعية عندنا برنامج سنوي يستطر داخل المؤسسات الشبانية ورياضية يشرف عليه سيدة مدارة المؤسسات لرفقوهم سيدة مستشاري المقاطعات هو برنامج سنوي في جميع اهتمامة شباب من علام الاتصال أنشطة العلمية أنشطة الفنية الترفيهية الرياضية برنامج سنوي متكامل أوقات تنفيذ هذا البرنامج هي أوقات لمبعد دراسة الأطفال أوقات الفراغ الأسبوعية يعني لكي يكون المشاهد يعرف إطارات شباب الرياضة ويش خدموا لا لدينا ليجب ميكان لا يوجد يكونوا خدمين ٢يام العطلة الأسبوعية ولا أيام الراحة الأسبوعية ولا العطلة المدفوعة الأجر نكونوا خدمين في الأيام وقت الفراغ تعileyerte إطارات شباب الرياضة ر define موجود Historian مرافقة شباب في مرافقة إنجاز جميع التظاهرات والاحتفال بجميع المناسبات الدينية والوطنية والعالمية في آخر بلدية موجودة في تورب الولايات الاندية وتعليمات صارمة السادة المستشارية وإذا برنامج موعمة على كافة البلدية دون استثناء دون استثناء نقول لك بالوجود قطاع الشباب والرياضة في 64 بلدية تقريباً أنا في 95% من جمع البلدية موجودة مؤسسة شبانية أو رياضية البلدية هذو كي تقولي البلدية الأخرى نقول لك باللي كين عندنا شريك القطاع اللي هما الحركة الجمعوية كين جمعية في انتظار إنشاء أو بناء أو إنجاز بيوت شباب أو مؤسسة رياضية في هذه البلدية أثرت نقطة مهمة جداً هو التنسيق نتحدث ممكن عن التنسيق بينكم كما تفضلت ما بين الجمعيات ما بين دور الشباب ما بين مختلف الفاعلين ودائماً الهدف وراحت هؤلاء الأطفال وشباب كيف تعملون بالتنسيق مع مختلف الفاعلين لإنجاز مختلفاته المشاريع وتنفيذ مختلفاته الأنشطة والبرامج أيضاً لضمان استقطاب أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال والشباب مديرية شباب والرياضاء لوليات المدية على غيران جميع ولاية الوطن يعني كالقطاع عندنا عمل تنسيق مع جميع القطاعات التربيات، التكوين، التضامن، النقل كل القطاعات الجامعة كل القطاعات عندنا علاقة تكملية في تنفيذ هذه البرامج لإحتواء الشباب أعطيك على سبيل المثال القطاع شباب والرياضاء متواجد في الجامعة من خلال هذوك الشباب الموجودين في الجامعة والطلب الموجودين في الجامعة هواياتهم وميولاتهم يديروها في دور شباب ينطلقوا بمشاريهم نعطيك حتى في إطار المؤسسات الناشئة أو للابتكارات ولا نطلقت منها من مؤسسات شبانية يعني الشاب لما يجي حامل المشروع بداية المشروع تاعوا رح ينفذوا كهاوي في دور شباب يبدأ توسع له الأفكار حتى يروح البرامج الدولة الكبار نفصل في هذه النقطة بالتحديد كيف تعمل دور الشباب ومدرية الشباب والرياضة أيضا على استقطاب هؤلاء الشباب من أصحاب أفكار المبتكرة من أجل دمجهم من أجل مساعدتهم دعمهم على تحقيق أحلامهم وتجسيد مشاريعهم ليس فقط الابتعاد بهم عن الأفات الاجتماعية وإنما ليكونوا عناصر فاعلة مساهمة أيضا في جهود التنمية وهذا هو الهدف المتوخى أيضا على الإجابة على السؤال هذا نعطيها لك بمثال حي نماذج حي عندنا شاب من شباب ولاية المدية شاب طاموح الفكر التاعه توسع شكل جمعية جمعية الناس الخير فرع ولاية المدية إنسان ناشط يوم الاثنين إن شاء الله عنده منتدى ولاية الديمقراطية التشاركية والمواطنة هذا نموذج سعداني محمد رئيس جمعية الناس الخير أنا أعطيت لك هنا نموذج ناجح شاب طاموح عنده أفكار فاعل في المجتمع بدأ من المؤسسة الشبانية فيه تنفيذ أفكاره انخرط في جمعية اليوم رأي هو رئيس جمعية يوم الاثنين إن شاء الله في ولاية المدية تحت إشرف سيد والي وولاية المدية عنده منتدى ولائي للديمقراطية التشاركية والمواطنة هذا نموذج ناجح والأمثلة كثيرة ومتعددة لأنه كما قلت لك مقبيل ما عندناش مرافق سياحية كبيرة في ولاية المدية ليلجأ لها الشباب إذن كل أوقاتهم رغم أطفال في الموجودين عندنا في مؤسسة الشباب اللي ره يمفتوح أبوابها من العاشرة صباحا إلى غيرت العاشرة مساء تدخيل باللي في بلدية في أقصى ولاية المدية في جنوب ولاية المدية وين يرحلوا لها عندهم دار الشباب هناك إقبال على دور الشباب الحمد لله رب العالمين يعني بدون فخر ما هي الأنشطة التي تقدمها دور الشباب لإستقطاب هؤلاء الشباب في الأنشطة الإعلام الألي في الأنشطة العلمية عندنا الإعلام الألي عندنا البيئة عندنا السوروبان اللي أصبح رائد في ولاية المدية عندنا علم الفلك عندنا في مركز السلية العلمية اللي موجود في ولاية المدية قبة فلكية من بين يعني عتاد راقي جدا قبة فلكية موجودة في ولاية المدية في مركز السلية العلمية اللي تقوم بالرصد الفلكي تقريبا في كل نهاية أسبوع مفتوحة لشباب المنطقة بشي دور رصد الفلكي يعني أطفال ولاية المدية راوي جي دور رصد الفلكي في ولاية المدية الأنشطة الترفيهية على غير المصرح المجموعة الصوتية للرسم الفنو تشكالية على جميع أنواحها حتى أن أطفال مخرطين مؤسسة شبانية رأينا نحققوا نتائج مرضية جد ومرضية مراتين ما بين 1 إلى 3 في المهرجانات الوطنية اللي من تنظيم وزارة شباب الرياضة يعني هذا النموذج هو احتواء احتواء لشبابنا كما كنت نقول الكبير ما عدنا شبر كفية الحمل التحسيسية للمخدرات رحنا الأبعد جعلهم عناصر فاعلة أيضا ولا هذا الشاب اللي رهمه خارقة المؤسسة شبانية هو اللي يخرج للزملاء وفي الحي يدير عملية تحسيسية للمخدرات ما بقيناش إحنا كإطارات نروحه نعطوه إذن الأمر لم يعد مقتصر على السلطات وعلى الجمعية إلا مع هؤلاء الشباب ممكن أثرت نقطة مهمة جدا كيف تعملون ممكن على دمج هؤلاء الشباب في العمل الخيري والعمل التطوعي كما تفضلت هؤلاء الشباب أصبعهم من يأخذون زمام المبادرة يقومون بالعمل الجواري ويذهبون إلى الشباب في مثل سنهم لتحسيسهم وتوعيتهم بمختلف الأخطار أو لتوعيتهم أيضا بضرورة الانخراط في العمل التطوعي والخيري أي دور لكم في دمج هؤلاء الشباب ويجعلهم عناصر فاعلة أيضا مساهمة في جهود التنمية هذا الحمل التحسيسية لما يذهب إطار شباني يجعل عملية تحسيسية في حي للمخدرات المخدرات تؤثر كذا كذا ولا أصبح عمل روتيني كلاسيكي اليوم التفكير الصحيح والسليم أنه هذا الشاب الذي عنده 17-18 سنة وزملائه في الحيرام يتعطى في المخدرات هو نموذج ناجح رياضي لابس عليه عنده هواية مرسا في موسطة شبانية ولا هو الذي يخرج الشباب الحي يعني الإطارة الشبانية ولا ترافق هذا النموذج ولا هذا الشاب الناجح أنه هو يدير عملية تحسيسية لزملاء ودخل الأحياء بمرافقة أخصائي النفسية أكيد تبعيد القطاع والنتائج جد واضحة ولا عندنا استقطاب كبير هذو الشباب الذين كانوا في عملية بداية انحرافهم أنه يرجع لمؤسسة الشبانية برامج مثل من خطة الأزرق اللي يستفيد منها الولد مجانية في كل شيء في النقل في الإطعام في التأطير الكثير من المجهودات التي تقومون بها والهدف دائما هو إسعاد هؤلاء الشباب وتوفير كل ظروف الراحة لهم لضمان استمتاعهم واستجمامهم خلال العطلة الصيفية السيد مبرك عامر رئيس مصلحة بموديلية الشباب والرياضة لولاية المدية شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه الجهود التي تقومون بها خدمة لأطفال وشباب ولاية المدية شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك إذن سيدي الكريم مشاهدي الأفاضل مستمرون معكم دائما ضمن فقرات برنامج هذا الصباح انتقل وإياكم الآن إلى استوديو الأخبار مع موجز لأهم الأنباء في تقديمه نجوة عبد العزيز صباح الخير نجوة صباح الخير عبد الجليل صباح الخير مشاهدين الكرام ألقاكم في موجز إخبري بعض الفاصل شكرا جزيلا لك نجوة على كل هذه الأخبار والتفاصيل عدنا إليكم إذن مجددا مشاهدي الأفاضل في الساعة الثانية من برنامج هذا الصباح حديثنا الآن عن الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة المحتاجين والعائلات المعوزة من خلال تقديم كل سبل الدعم التي يحتاجونها فضلا عن الحملات التوعوية والتحسيسية التي تقوم بها لتعزيز قيم التضامن والتكافل والتآخي والتربط والتماسك أيضا داخل المجتمع ولتفصيل أكثر في هذا الموضوع تشرف بحضور السيدة إيمان بوعتورة وهي مكلفة بالعلاقات العامة بالجمعية الولائية سنابل الخير الجزائر صباح الخير سيدتي مرحبا بك معنا صباح النور وشكرا على الاستضافة شكرا جزيلا لك بداية نتعرف على الجمعية على أبرز مهامها والأهداف التي دائما تصب إلى تحقيقها جمعية السنة بالخير هي جمعية ولائية معتمدة تنشط منذ سبع سنوات في الميدان جمعية ذات طبع اجتماعي تضامني يعني أغلب الأنشطة تصب في تجاه للجانب الاجتماعي تكافل المحاولة المساهمة في تحسين ظروف المعيشية للفئات المعوزة عفوا إضافة إلى ذلك كينا ميادين أخرى جمعية منظمة بليجان كل لجنة تنشط في ميدان معين لجنة البيئة لجنة الأنشطة التحسيسية سنفصل ممكن في عمل كل هذه الليجان وعلى حسب الاختصاصات والمجالات أكيد هي جمعية متعددة الاختصاصات تعمل على تقديم قيمة مضافة في مختلف المجالات والقطاعات ممكن في هذه النقطة بالتحديد نتحدث عن مختلف الأنشطة الميدانية التي تقوم بها جمعيتكم دائما في سبيل مساعدة المحتاجين والعائلات المعوزة من خلال تقديم كل سبل الدعم التي يحتاجونها نتحدث عن مجمل هذه الأنشطة التي قمتم بها خلال هذا العام يعني بالنسبة لجمعية السنة بالخير الحمد لله رانا ناشطين طيلة السنة كي نعيدت مبادرات ونكن نهدر على الجانب الاجتماعي فقط عندنا مبادرة نبدأ من شهر رمضان المبارك لأنه تحدث برنامج جد ثاري كي نمائدة إفطار صائم كي نوجبة صحور كي نقفة رمضان كي نقفة العيد كي نكسوة العيد وأنشطة أخرى كتوزيع التمر والماء قبل الإفطار وغيرها بالإضافة إلى ذلك نكمل من العيد الفترة نحن ندخل تحضير العيد الأطحى بعد عيد الأطحى فصل الصيف سيكون ثاري بالأنشطة الخاصة بالأطفال وغيرها وبذكر دائما موسم الصيف ما هي الأنشطة أو ما هو البرنامج الذي سطرتموه تماشيا وموسم الاستياف أو موسم الصيف كما تفضلته سواء بنسبة للأطفال أو حتى بنسبة ممكن للعائلات والمحتاجين ما هو البرنامج المسطر من قبلكم بالنسبة لفصل الصيف كان عدة ميادين نشطو فيها كان زيارة المستشفيات لنكثفها في فصل الصيف كان مشروع سقيا الماء ليكون باستمرار يعني في أجواء حارة كما هذه أمر مهم جدا ومن تقاليد الجمعية اللي نحافظوا عليها نديروا مشروع سقيا الماء كان كذلك أنشطة طرفية جوارية للأطفال حتى الأطفال اللي لا تقدرش تتنقل مع عائلتها ولا لا يقدرش يروحوا في عطلة ولا يروحوا لأماكن طرفية نحاول نديروا لهم ورشات على مستوى سواء مركز المركز ثقافي حيث ما قرر الجمعية ولا حتى في ساحات عمومية أخرى هكذا على الأقل ما هي مختلف هذه الأنشطة التي سطرتموها ممكن لهؤلاء الأطفال فيما تتمثل هذه الأنشطة بالنسبة للأطفال نحن نركز دايما على الجانب طرفية في نفس الوقت يكون جانب تعليمي تربوي تثقيفي يعني عن قريب إن شاء الله رح يكونوا بعض الأنشطة يكونوا فيها ورشات من جهة ورشات لعب ومصحة يكون فيها تربية بيئية ورشات لعب وفيها يعني إعادة إحياء بعض توراث يعني بعض المعلومات توراث تعنا هي مختلفة في الورشات نديروها سواء ألعاب ولا حتى رسم ورشات يعني تعليمية أخرى كيف تقيمون استجابة الأطفال وإقبالهم أيضا على مختلفات الأنشطة التي سطرتموها لهم من أجل تتقييفهم ترفيهم وحتى تعليمهم أيضا يعني التقييم ما هيكون فيما بعد أكيد لا لا ما هي فيما بعد يعني هيكون طريقة خاصة هي كي يشوفوا الأطفال يسقوا يجيوا وعندنا يسقصيونا ويقتشح ينديرو هذا كل نشاط وليس كل نشاط ليدرنا مهما قبل أن نعودوا هذه السنة لأننا نعرفوا بأن هذه الأطفال يعني تجاوبوا معنا وعجبهم النشاط وحبين يعودوه كي نشوفوا كل مرة كل مناسبة مثلا يعني على سبيل المثال عيد طفولة عيد طفولة كي قرب أول جوان الأطفال حي بالوزداد بما أن المقر تعني جايف حي بالوزداد يجيوا لنا يقولون تكون كينا حفلة هذه السنة حديرونا ورشات هذه السنة حديرونا ألعاب يعني كي نشوفوا هذا التفاعل من عند الأطفال نفهمهم الحمد لله رحنا نلحق الأهداف تعنا ورحنا نقللهم وعليك تجاوب أيضا من قبل هؤلاء الأطفال لا الحمد لله هناك فرحة شغف أكيد أكيد يعني وقت اللاعب حتى ونعود ونندمج معهم ونحسوا بذلك الفرحة تحوموا تقسموها معهم دائما بالحديث عن أنشطاتكم التي كما تفضلت هي دائما على طول العام أو على طول السنة نتحدث ممكن هنا قبل الدخول الاجتماعي ما هو البرنامج المسطر أيضا من قبلكم يعني بالنسبة قبل دخول الاجتماعي ما بقلناش بزاف رح نتابعوا البرنامج تعنا الأنشطة اللي سبقت وذكرتها رح يكونوا كذلك بعض الأنشطة التحسيسية خاصة فيما يخص المخاطر الشواطئ عندك الأخطار الغارق كأن عدة مواضيع في الجانب التحسيسي اللي رح نترقوا لها بإذن الله لمهمة والأسف أنا نشوفه في الحصولة ممكن في هذه النقطة بالتحديد أثرت نقطة مهمة جدا وهي مختلف الأخطار التي عادة ما تكتر خلال موسمي الاستياب تحدث عن حوادث الغارق التي ضحاياها للأسف الشديد في ازدياد المطارد حوادث المرور أيضا أصبحت تخلف عدد معتبر من الخسائر في الأرواح هو الممتلكات إضافة إلى العديد من الأخطار الأخرى التي عادة ما تكتر خلال موسم الصيف باعتباركم جمعية تحسيسية توعوية أيضا أي دور لكم في رفع وعي المواطنين وزيادة حسهم بالمسؤولية لحسن التعامل أو للتعامل الأمثلي مع مختلف هذه المخاطر حماية لأرواحهم ولممتلكاتهم أيضا أكيد جمعية فيها لجنة متخصصة بالأنشطة التحسيسية في كل المناسبات وكل حسب المواسم كما في فصل الصيف نحن نهضر على حوادث الغارق ونحن نهضر على الحرارة المرتفعة والخطير على كبار السن والأطفال كما في فصل الشتاء نحن نهضر على خطير غاز أكسيد الكربون كما كل مناسبة كأن بعض النقاط التي يجب أن نركز عليها ويجب أن نوعيه الناس فيها وفي هذه تقدر تكون تحسيس بالنسبة لجمعية السنة بالخير عادة ما يكون إما على المواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الميدان وهذا يقود للحديث ممكن عن مهمتكم أيضا في العمل الجواري التحسيسي هو النزول إلى الميدان والتعامل مباشرة مع هؤلاء المواطنين كيف هو عملكم بالجواري أيضا؟ عادة يكون تنظيم أنشطة في أماكن يعني استراتيجية يكون فيها إقبال كبير من المواطنين طبعا ولن حاول نديره أيام مفتوحة هنا نقدر أن نتواصل مباشرة مع الشعب مع المواطنين ويكونوا معنا دائما مرفقين بمختصين في المجال الذي سنهدر عليه أكثر تفاصيل ممكن حول هذه الأيام المفتوحة حول المشاركين فيها كما تفضلتهم مختصين ممكن مجموعة من الخبراء والأستيدة كيف هو إقبال المواطنين وكيف هي استجابتهم أيضا لمختلف النصائح والإرشادات أو الحمالات التوعوية والتحسيسية التي تقومون بها لفائدة هؤلاء المواطنين أكثر تفاصيل ممكن حول هذه الأبواب المفتوحة يكون كاين حاضر مختص في الميدان يعني الحمد لله العضاء تعلجمعية ومتطوعين قبل أن نتكلم في موضوع نبحثنا عليه نتكلمنا مع أهل الإختصاص يعني ما نحوش نهضره من فارغ ولا من مجرد معلومات موجودة على الإنترنت لكن بحضور مختص سواء تعاملنا مع الحماية المدنية تعاملنا مع أطباء كي يكون حمالة تحسيسية كما فعاليات على سبيل المثال فعاليات أكتوبر الوردي ننضيرها شهر كامل من ننشاط واحد فقط تكون دايما كاين مختصين سواء مختصين نفسانيين أو أطباء يعني كل موضوع عنده أهل الإختصاص أكيد قدرناها حتى في سنة الماضية مش هد السنة للأسف لم يسعفنا الوقت هده هد العام لكن في السنة الماضية كنا قبل امتحانات كنا تعاملنا مع مختص نفسي وانا جبناه وجاءوا تلاميذ سواء تلاميذ مستفيدين من دروس الدعم المجاني الجمعية أو حتى تلاميذ آخرين جاءوا حضروا الورشة وتفعلوا مع الكوتش اللي كان حاضر وكانت عندوا فائدة كبيرة لهم يعني كنشوفوا الناس رحي تستفاد من الأنشطة اللي نديروها احنا يحفزنا هذا الشيء باش نكثفوهم أكتر ممكن بالحديث عن التلاميذ هذا يقودنا إلى الحديث عن مختلف أو البرنامج المسطر من قبالكم قبيل أو قبل الدخول المدرسي المقبل ما هو البرنامج الذي سطرته للدخول المدرسي يعني حاليا رحنا في طور تحضير لمشروع حقيبة المدرسية الجمعية السنة بالخير رح تحت شعار من خيرك يقرأ غيرك يعني هذا يعني مشروع بدأت في هالجمعية من 2017 منذ تأسيسها ومتواصل إلى حد الآن دخول المدرسية لابننا رح يكون لعب ثاقل على العائلات خاصة العائلات منعدمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف يعني لازم يشريون هم الأدوات المدرسية حنا نحاول نخفو العب عليهم نديرون يعني نطلق الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أرض الميدان كان أنشطة جمع التبرعات كان أنشطة ترويجية كذلك للحملة باش الناس تتفاعل معنا وكان أهل الخير يعني الحمد لله يعرفوا الجمعية ويعرفوا المواسم تحوالة بل هم يعني بليرانا حاليا في التحذير كان اللي بدأوا يتواصلوا معنا وننتظر يعني تفاعل تعالي البقية إن شاء الله إذن تتلقون الكثير ممكن من المساعدة من مختلف ناس الخير من أجل العمل أو قيام بأنشطاتكم ممكن في هذه النقطة بالتحديد ودوركم المهم دائما في مساعدة العائلات المعوزة أو في مساعدة المحتاجين نتحدث عن هذه النقطة بالتحديد ما هو النوع الدعم الذي تقدمونه لهؤلاء أو لهذه العائلات أو لهؤلاء المحتاجين فيما يتمثل هذا الدعم هل هو الدعم مادي فقط أم ممكن دعم نفسي فيما يتمثل هذا الدعم بالنسبة للدعم اللي تقدموا جمعية سنة بالخير هي عموما نقدموا إعانة مالية لكن نقدموا حقيبة مدرسية متكاملة يعني بالأدوات بالمحفظة بالمئزر ومن بعد نشوفوا على حسب القوائم نشوفوا الأطفال في طول الرابع المتوسط والخمس ابتدائي هذو كذلك نتواصل مع الأهل التحهم باش نسجلهم في الاستفادة من دروس الدعم المجانية الجمعية يعني المرافقة هتكون في بداية السنة بتقدم الإعانات من خلال الأدوات المدرسية ممكن حتى في بعض الأحيان يعني في بعض الحالات الخاصة حتى الملابس وكاين يكون دعم طيلة السنة من خلال توفير دروس الدعم إضافة ممكن إلى الدعم الذي تقدمونه لمختلف هذه العائلات المعوزة أو للمحتاجين في مختلف المواسم تحدث عن نقطة مهمة جدا هي اللجان التي المكونة من الجمعية نتحدث عن هذه اللجان أكيد هي مساهمة في العديد من الأنشطة التطوعية والخيرية نتحدث بداية عن اللجان المكلفة بالحفاظ على البيئة هناك حملة في هذين اليومين الأخيرين التي أطلقتها ولاية الجزائر الحملة الكبرى للتنظيف هل تساهمون في نجاح هذه الحملة وما هو دوركم فيها بالتحديد بالطبع يعني مبادرة كما هذه من قدرش نغفل عليها ولا من قدرش من شاركوش فيها جمعية سنة بين الخير يعني بداية من يوم أمس كانت حاضرة في الميدان والأعضاء كانوا حاضرين الحمد لله ساهموا في الجمعية على مستوحي بالوزداد بالتحديد في رويسو منطقة رويسو يعني في كل المناسبات وسواء كانت منظمة من طرف تحت إشرف ولولاية الجزائر ولا مع المعهد يعني عدنا اتفاقية تربطنا بالمعهد الوطني للتكوينات البيئية وإن ساهمنا في عدة حملات تحسيسية سواء على نظافة الشواطئ أو نظافة الأماكن العامة والمنتزهات نشاط تالأمس كانوا حاضرين في الأعضاء بقوة على أرض الميدان عفون وحي تواصل إلى حد اليوم وكذلك سيكونوا أنشطة أخرى جانب سيكون توعية بيئية تحسيس وتنظيف كذلك أهمية الحفاظ على البيئة أو دوركم أيضا في الحفاظ على بيئة ممكن تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الهدف دائما والحفاظ على بيئة آمنة نظيفة ومستدامة وأكيد من بين أهدافكم كيف تعملون أيضا للمساهمة في الحفاظ على البيئة بتنسيق ممكن مع مختلف الفاعلين مثل هذه الحملة الكبرى ما هو دوركم في هذا المجال أيضا بالتحديد بالنسبة لجمعيتنا كان عدة أنشطات تقوم بها كما قلت كان بتنسيق مع مؤسسات وطنية كذلك مع محافظة الغابات حيث ندير نشط تنظيف في الغابات أو حتى التحسيس من مخاطر الحرائق كذلك كان أنشطة ميدانية كان ورشة بيئية توعوية للأطفال يعني الاستثمار غالبا ما يكون بالنسبة لنا في الأطفال أنه الشخص البالغ هو ممكن لو نفصل في هذه النقطة بالتحديد الاستثمار دائما ما يكون في الأطفال في الأجيال المقبلة من أجل ترسيخ كل هذه القيم النبيلة والقيم السامية سوى ما تعلق منها بالعمل الخيري العمل التطوعي المحافظة على البيئة المساهمة الفعالة في جهود التنمية أي دور لكم في هذا المجال بالتحديد هو الاستثمار في هؤلاء الأطفال والاستثمار في الأجيال القادمة ما هو البرنامج المسطر في هذه النقطة بالتحديد في هذه النقطة ندير وراشات بيئية كنا درنا من قبل وراشات إعادة التدوير يعني كنديروا إعادة التدوير عفونا الرسكلة بالطبع رح نديروا رح ننوعي والأطفال أهمية لتخيي سيلكتيف يعني فصل النفاية أكيد كنعلموهم هذه رح نعلموهم بلي كن تنمية مستدامة أكيد نقدروا نعودوا نستعملوها مش كل شيء يرمى كذلك من هذه رح نعلموهم بلي البلاستيك مثلا يعني على سبيل المثال على سبيل الحصر رح يجي من مادة طبيعية يعني بما أنه نحفظ على نستعمل نروح لإعادة التدوير رح نحفظ على موارد الطبيعة وغيرها يعني من هذا الجانب رح نعلموهم وشنو هي حماية البيئة وكيف نحفظوا عليها وكيف نقدروا حتى نعودوا نستعملوا النفاية هكذا نخف نقصوا منها في الطبيعة ونحفظوا عليها ترسيخ هذه القيم في نفوس وصدور الأطفال كيف سيساهم برأيك في خلق جيل متمسك بهذه القيم مساهم في جهود التنمية مساهم في المحافظة على مختلف الموارد تواياً طبيعية المستدامة أو غيرها يعني هذا هو الهدف تعنا الهدف تعنا هو الترسيخ هذه الثقافة هدف تعنا أن الجيل الصاعد لا يكون غير مباني يكون يحافظ على البيئة يكون عنده نظرة مختلفة علينا ويكون فاعلين أكثر في هذه الميدان لأن جميع من حاجة تربعوا لها في صغر سيحافظ لها أكثر مع تقدم سن مشيكي ما من قبل كنا نشوف مزاف مناظر مؤسفة لمبالات ويعني شوارعنا شفناها كيف الحالة اللي وصلت لها حتى الحرائق اللي كانت تصرى من الاستهتار وغير المبالات يعني مدى بين الأطفال تعنا دركا يكبروا يكبروا على ثقافة مختلفة ثقافة توعي بيئي حماية حماية البيئة محافظة عليها وغيرها تحدثنا عن عملياتكم الجوارية نتحدث الآن عن مختلف الحملات التوعوية والتحسيسية التي تقومون بها لترسيخ مختلف قيم التضامن والتكافل والترابط وتماسك بين صفوف المجتمع كيف تعملون على ترسيخ وغرس هذه القيم في نفوس المواطنين أيضا بالنسبة للتحسيس كما سبق للذكر سيكون على شقين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديوهات كي يكون فيديوهات تمثيلية ولا فيديوهات توعوية بحضور مختصين إضافة إلى ذلك سيكون العمل الجواري على أرض الميدان كين وين نتنقلوا الأماكن تكون استراتيجية وين يكون فيها سواء على محطات النقل كمحطات اللي تربط بين المترو وتراموي هذه من أفضل مناطق للتحسيس كين كذلك على مستوى الساحات العمومية على مستوى الشواطئ يعني في هذه المناطق هذه اللي سيكون كين عدد كبير من المواطنين ونتعاملوا معهم نحاولوا نفهمهم ونتواصلوا معهم ويكونوا معنا المختصين كذلك بشكل ذلك يكون عنده أسئلة دقيقة أكثر يقدر يتواصل مع المختص في الحال ما هي مختلف ممكن الانشغالات والاستفهمات والأسئلة التي عادة ما يطرحوها هل ممكن المواطنون في هذه النقطة بالتحسيس؟ على حسب الموضوع اللي نكونوا نهضروا عليه يعني عادة وينصيبوا تفاعل أكبر كيكونوا يعني المواضيع الطبية كما ندير في حملة 14 نوفمبر اليوم العالمي لمرض السكري يعني هذا نهار كنا نديرنا تعاملنا مع مختص في التغذية في محطة مترو للجزائر كانوا يلتموا أن الناس كانوا يعني يحوسوا يفهموا يروحوا يسألوا يحبوا يعرفوا وشياء العادات المثلة باش يحسنوا من ظروف صحية تحهم كان كذلك في مبادرات تبرع بالدم حملت تبرع بالدم كذلك نشوفوا الناس تتفاعل بثاف وتحب تستفسر أكثر كان مواضيع يعني على حسب الموضوع على حسب الموضوع ممكن أتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي أيضا سعيكم وعملكم الدائم لاستقطاب الشباب ودعمهم وحثهم وتحفيزهم على العمل الخيري وعلى العمل التطوعي كيف تقيمون استجابة ممكن الشباب المتطوع لمختلف الأنشطة التي تقومون بها وكيف تعملون أيضا على استقطابهم وحثهم وتحفيزهم على الانخراط في العمل الخيري والتطوعي هي يعني تكون في طريقة طبيعية الشباب يشوفوا جمعية نشطة ويشوفوا عندها تأثير وعندها مصداقية وحضرة في مختلف المناسبات لأنه لاحظنا في الكثير من الأنشطة سواء في عمليات التنظيف أو في أي عملية فيها عمل خيري إلا ونجد كل الشباب يساهمون تطوعا في هذه الأنشطة الخيرية كيف يمكن الاستثمار في طاقات هؤلاء الشباب كيف يمكن العمل على استقطابهم وحثهم على العمل الخيري وتطوعي ليكونوا عناصر فاعلة تقدم قيمة مضافة في مختلف المجالات يعني الحمد لله الشباب الجزائري عنده إمكانيات كبيرة ويحوص برك وين يقدر يستثمرها كي يصيب مكان ليقدر يتفاعل فيه ويقدر يعني باش نتفاهم جمعية خيرية ما رهيش مجرد أنه نلتاقي أنه نحن نوزع الماو أنه نحن ندير نشط كين عمل إداري كبير كين تنسيق مع مؤسسات وطنية كين تحضير كين برنامج كين بعض الأعضاء كيدخلوك أنه ما يعرفوش يديرو طالب المؤسسات ويقعدوهما يروحو ويناقشو طالب هاداك ويعرفو يديرو مرسلات ويديرو بطاقة تقنية ويديرو تقارير يعني هاد شي كل كين تأطير على مستوى الجمعية وكين مرافقة الشاب كيصيب هذا النوع من الاهتمام أكيد رح يمد واش عنده رح يمد طاقته رح يتفعل أكثر أي شاب يجي للجمعية يقصد الجمعية كين طالبت تقريبا يوميا الإخيرات في الجمعية كين أي شاب أو شاب يجي للجمعية رح يكون عندهم لقاء رح ينفهمهم قبل وين راهم وين راهم جايين وش رح يديرو وش رح يكون دور تحهم عندهم يعني حتكون عندهم نظرة واضحة مش يجي حابين خارط يعطينا الأوراق وقعد نهارس حقوك أنا نعيطه لك طريقة التعامل المختلفة رح تكون كين ترابط أكثر هاد شي ليحفز الأعضاء والمتطوعين وليخلق حتى علاقات يعني كين صداقات ثمينة خرجت بالجمعية كين ممكن في هذه النقطة بالتحديد استقطابكم لهؤلاء الشباب سوف يبتعد بهم عن الكثير من الآفات الاجتماعية دوركم في هذه النقطة المهمة والحساسة بالتحديد كجمعية فاعلة ناشطة في الميدان تعمل دائما على استقطاب الجيل القادم على استقطاب الشباب كيف تعملون على توعيتهم وتحسيسهم بضرورة الابتعاد عن كل ما يمكن أن يسيئ إليهم أو أن يرهن مستقبلهم أو أن يدمر صحتهم خصوصا ما تعلق منها بمختلف الآفات الاجتماعية التي تنخر جسد هؤلاء الشباب بالطبع يعني الجمعية أصلا دور تحى دور الأساسي تها الجمعية هي أنه نستقطب الشباب هذين وفروا لهم بيئة باش يقدروا يتفعلوا فيها ويبعدوا على الآفات الاجتماعية ويبعدوا هي الفراغ أصلا جميع الفراغ هي تخلق من الفراغ مايش لو كان جاء الوقت ما عندهمش وقت فراغ كبير رح تصيبهم ما يقدروا ما عندهمش الوقت باش يروحوا الطريقة مش مليحة كي يستثمروا الوقت تاحهم ومجهودهم وطاقتهم في عمل خيري وشباب بتاعنا ما رحش يتفعلوا غير بالكلام يعني بالطبع سواء على منابر كالتلفزيون أو الإذاعة كنا نهدروا ويشوفوا أمثلة حية قدامهم بلي شباب كيف هم رحوا يدير أنشطة ورحوا يفعال في المجتمع ورحوا يقدم خدمات كبيرة قيمة مضافة وقيمة مضافة بالطبع كي يشوفوا هكذا رح تحرك فيهم حاجة ما يشوفونا في الميدان رح يكون تفاعل أكبر عدة مرات ونكونوا حاضرين في الناشط ويجيوا لنا كيفاش نخرطوا وكيفاش نديروا ونقدروا نخرطوا في الجمعية تاكم وين جايين يعني طلبوا هذه المعلومات لأنهم شوفوها بعينهم يشوفوا أمثلة حية قدامهم أن الحديث واحده ما رح شيك فيه نقدروا نقعدوا ساعات وساعات سواء في تلفزيون أو في وسائل الإعلام وفي مواقع تواصل الاجتماعي نقدروا نديروا حصص وحصص نتكلموا على أهمية العمل الجمعوي لكن الميدان هو اللي يخلق الفرق يعني كيشوفوا أمثلة حية هنا وين يخلق الفرق ممكن كسؤال أخير ماذا عن مشاريعكم وأهدافكم المستقبلية التي تصبون وتسعون إلى تحقيقها ككل جمعية يعني مع رهو قريب الدخول الاجتماعي رح نبدأوا تحضير أكيد البرنامج السنة القادمة مدى بنا كل سنة نطوروا أكثر كل سنة يكون عندنا تقدم أكثر في الميدان يكون عندنا فعالية أكثر كان بعض المشاريع لنخلوها في وقتها نحكيوها لها أكثر وكان المشاريع لمشاريع دائمة ستتواصل نكملوا من حقيبة المدرسية سنبدأوا نحضروا للقافلة على حسب المناسبة وهي رايحة إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق السيدة إيمان بوعتورة مكلفة بالعلاقات العامة بالجمعية الولائية سنابل الخير الجزائر شكرا جزيلا لك وعلى كل هذه المجهودات وكل التوفيق لكم ولكل الجمعيات الفاعلة والناشطة في الميدان شكرا جزيلا لكم تاني على هذه الفرصة شكرا جزيلا لك دائما المشاهدية على فاضل لازلنا مستمرين معكم ضمن هذا البث المباشر من فقرات برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل مع إشراقة كل صباح تترام إليك نسمات يوم مليء بالأحداث أحداث قد تتعدى مستجدات السياسة إلى المجتمع إلى الثقافة إلى العادات والتقاليد أيام قد تتشابه وأحداث قد تتغيى في مجتمع تتنوع فيه الأفكار وتتسع لديه الآثة مواضيع تلامس الواقع وترصد المزيد من الحقائق في تخطية مباشرة وشاملة الجزائر هذا الصباح مطلع يوم كامل من الأحداث مع إشراقة كل صباح تترام إليك نسمات يوم مليء بالأحداث أحداث قد تتعدى مستجدات السياسة إلى المجتمع إلى الثقافة إلى العادات والتقاليد أيام قد تتشابه وأحداث قد تتغيى في مجتمع تتنوع فيه الأفكار وتتسع لديه الآثة مواضيع تلامس الواقع وترصد المزيد من الحقائق في تخطية مباشرة وشاملة الجزائر هذا الصباح مطلع يوم كامل من الأحداث أرحب بكم مجددا إذن مشاهدين الكرام ضمن فقرات برنامج هذا الصباح الآن عندنا وقفة مع الذكرى السادسة والعشرين لتأسيس الديوان الوطني للثقافة والإعلام تحديدا في الفاتح أوت من عام 1998 سنتحدث عن أبرز مهامه عن اهتمامه والنانين والمبدعين والمثقفين عن دوره أيضا في تعزيز الهوية الثقافية الجزائرية وعن دوره المتواصل أيضا ودعمه للإبداع الفني والثقافي في الجزائر وللتفصيل أكثر في هذا الموضوع تشرف بحضور السيدة خديجة دحماني وهي مديرة الاتصال والتسويق بالديوان الوطني للثقافة والإعلام صباح الخير سيدتي مرحبا بك معنا صباح النور شكرا على الاستضافة الكريمة إن شاء الله كل مشاهدي تلفزيون الجزائري بخير وشكرا ثانية على هذا الالتفات الكريمة شكرا جزيلا لك إذن هي 26 سنة مرت على تأسيس الديوان الوطني للثقافة والإعلام مسيرة حافلة بالإنجازات والمكاسب كيف كانت البدايات وكيف كان المصار أيضا نعم الديوان الوطني الثقافة والإعلام بطبيعة الحالة يطفئ شمعتها وستدسة والعشرين لكن ما ننساوش أنه قبل 98 كان فيه أيضا مجهودات وكان فيه أيضا نشاط في إطار أنذاك ما كان يسمى بمركز الإعلام الثقافي لتحول بمقتضاء المرسوم الرئاسي إلى الديوان وطني شأنه شأن القطعات الأخرى وحتى قطع ثقافة يعني خلق وتأطير نشاطات هذه المؤسسات الثقافية كان تقريبا في نفس السنة لها سنة 1998 أكيد 26 سنة كانت حافلة كما قلت بالعديد من الإنجازات كان فيها أيضا تطورات لأنه كنت تكلموا على الديوان الوطني تاع 98 والديوان الوطني حاليا أكيد ما هو نفس الشي رأنت تكلموا على مؤسسة قيمة ذاتها طبعا تنشط في إطار أو تحتويصية وزارة الثقافة والفنون شأنها شأن مؤسسات ثقافية زميلة طبعا الهدف حتى المهام الموكلة إليها تقريبا تتشابه لأنها كلها تصب في إطار تعزيز الثقافة الوطنية ممكن لتنقطة بالتحديد التي سأتحدث معك ما هي أبرز المهام التي يطلع بتنفيذها الديوان الوطني للثقافة والإعلام خاصة ما تعلق منها ممكن بالاهتمام بالفنانين والمثقافين والمبدعين وتعزيز أيضا الواقع الثقافي والفني في الجزائر صحيح بما أنه كنت مستضيف إحدى الجمعيات الناشطة في المجال المجتمع المدني أو حتى أيضا فيه نشاطات لجمعيات ونشاط مدني كثيف بالنسبة لجمعيات الثقافية إذن ديوان وطني الثقافة والإعلام إضافة إلى كونه يعزز الثقافة الجزائرية يعني المهام الموكلة إليها أيضا تصب في إطار الترويج للثقافة للفنان أيضا مساندة هذه الجمعيات الثقافية والجانب التوعوي أكيد المهام ديالو تصب كلها في الرقي بالمشهد الثقافي الجزائري في تنظيم مختلف النشاطات الخاصة بالجانب الفني وأيضا أحيانا الشق الرياضي لأنه الثقافة موجودة يعني نقدر نقوله في كل المجالات وطبعا هذه هذه المهام ومحاولتنا لتأديتها على أكمل وجه تتم عبر مرافقة تليفزيون جزائري ما يخفاش عليك أنه تليفزيون جزائري ومنذ بدايات الديوان كان شريك كان مرافق وكان منبر أيضا لكل هذه النشاطات ولهذه الفعاليات التي كان قام بها يعني مدبيا نشكر طبعا كل قنواته كل أطقم مؤسسة تليفزيون جزائري إذن كما قلنا المهام المكلة للديوان هي مهام نقدر نقوله راسخة في إطار التعزيز للثقافة الجزائرية وأيضا التورات الجزائري وأيضا التحسين وتهيئة كل الظروف الخاصة بالفنانين لأنه بعد العمال وبعد الجمهور الوفي للديوان أكيد الفنان هو يعني نقدر نقوله قلب المؤسسة وهو سفيرنا بالنسبة لكل الإشعار الثقافي ومبيك الخارج ممكن هذه النقطة بالتحديد كنت سأسألك عنها سيدة خديجة دحماني كيف تعملون على الاهتمام بالفنانين كيف تعملون على دعمهم كيف تعملون على تسهيل التواصل بينهم وبينهم مع الدوان الوطني للثقافة والإعلام ما هي أنواع الدعم التي تقدمونها للفنانين والمبدعين والمثقافين أيضا من بين المهام التي كنا نتكلم عنها أيضا فيه اكتشاف وتطوير ومرافقة المواهب الشابة يعني نبدأ مع الفنان من التي يكون موهبة حتى في إطار الموهب الخاصة بالأطفال مش غير الشباب كان العديد من الفنانين التي يمكن أن تسألهم على الديوان يقول لك هو الدار الكبير يعني اللي هو البداية وهو ليحتضن كل الفنانين على مختلف ربوع الوطن وحتى الفنانين الناشطين خارج التراب الوطني إذن هذا الاحتضان وهذا المرافقة التي تبدأ منذ ظهور بوادر الموهبة لدى الفنان أيضا فيه نوع من التبادل الثقافي ومدل الجسور الثقافية ليس فقط مع البلدان الصديقة أو الشقيقة لكن أيضا على مستوى داخلي يعني ما يخفش عليك أن الدوان يعني عنده ستواسع في تنظيم خاصة الأسبع الثقافية مثلا أو القوافل الثقافية الفنان تاع الصحراء يغني في الشمال الفنان تاع العاصمة يغني في وهران الفنان الوهراني يغني ولا يبدع أيضا يعني مشغل مجال الموسيقى كل مجالة تقريبا في قسنطينة وهكذا يكون فيه احتكاك ما بين الفنانين بحداتهم فيه أيضا أحد المرافق اللي يديرها الدوان يعني فيه طبعا قاعة السينما قاعة العروض والمكتبات وكل ما إلى ذلك لكن فيه أيضا مرفق ولا نقدر نقوله صرح ثقافي اللي هو قرية الفنانين اللي نقدر نقوله من أهدافها الأساسية خاصة في سنوات الأخيرة الدوان يحاول أنه يجعل منها منارة للفن والفنان الجزائري لأنها نحاول يعني تزويدها بكل ما يلزم لتهيئة نقدر نقوله أجواء وفنية ومناسبة للفنان من جانب ستوديو مثلا فيه ستوديو للتسجيل الموسيقي والتمرينات فيه أيضا وين الفنانين المسرحيين يقدروا يكتبوا ولا أيضا يقدروا يدربوا ولا يمارسوا كل نشاطات الخاصة بالفندية لهم هناك فيه أيضا الإقامة الإبداعية فيه أيضا إقامة لنحاولوا باش نرقيوها لما يعني يناسب الفنان الجزائري تستقبل أكيد فنانين من مختلف ربع الوطن كما قلت لك وإذن تحتضن نشاطات أخرى هذه النقطة بالتحديد ما هي مختلفات نشاطات الثقافية التي ينظمها ويحتضمها أيضا الديوان الوطني للثقافة والإعلام والتي تساهم أيضا في الترويج للخصوصية الثقافية لكل منطقة أكيد عندها طابع ثقافي هذا هذه التظاهرات كيف تساهم في التعريف بالترويج بهذه الخصوصيات بما سيخلق ذلك التكامل والزخم الثقافي ما بين مختلف ولايات ومناطق وربوع الوطن صحيح قلتها الثقافة الجزائرية والفن الجزائري يعني غني وفي زخم ثقافي كبير إذن نحاول نبتعد على الثقافة المناسبة لأن البرامج الثقافية في الديوان مسطرة على مدار السنة يعني بداء من الدخول الثقافي من سبتمبر تقريبا أكيد فيه يعني عطلة بالنسبة لبعض النشاطات الخاصة بالأطفال في الفترة الصيفية والخاصة بالمكتبات وأيضا في إطار المسندة اللامشروطة طبعا لأشقائنا في فلسطين فيه يعني تأجيل لبعض النشاطات والنشاطات الكبرى على غيرار المهرجانات لكن مواكبة بعض الأعياد الوطنية والدينية والمناسبات العالمية والوطنية هذا نقدر نقوله يكون أول شيء يعني بالنسبة لبرنامج المسطر يعني نراعي ونكيف البرامج الخاصة بالديوان على يعني على حساب هذا نقدر نقوله المناسبات لكن النشاط على القار على مدار السنة فيه النشاط السينمائي اللي رهو عادة في قاعة أحمد باي خاصة لأنها مجهزة بنظام سينمائي متطور هذه النقطة بالتحديد التي نكون سنتحدث عنها دور الديوان الوطني للثقافة والإعلام في الاهتمام أيضا بالسينما أيضا من خلال قاعة أحمد باي المجهزة بأحدث التقنيات لبث الأفلام الوطنية والعالمية ممكن أكثر تفاصيل حول هذه النقطة بالتحديد لو تفضلت أكيد أنه ذكرت قاعة أحمد باي على سبيل الزكر طبعا وليس الحسر لأنها نقدر نقوله من بين القاعات الناشطة في الشرق الجزائري يعني تعتبر قاعة ليس فقط تستقطي بالجمهور القسنطيني لكن جمهور الشرق يعني الجزائري بطريقة عامة وعندها جمهور وفي في بعض الحالات وين الجمهور يعني يستنى الحصة القادمة بالنسبة للفيلم لأنه القاعة تمتلئ على آخرها وهذا الشيء طبعا يفرحنا لأنه كان من بين الأهداف أنه نرجع للجمهور لقاعات السينما ويكون هذا الإقبال كعلى بالك مع الرقمانة وطبعا بعض الأفلام تبقى تكون متاحة على مستوى الهواتف النقالة أو على مستوى بعض المنصات لكن يبقى دائما السينما ويبقى سحر السينما ويبقى طبعا القاعة المظلمة كما نقوله وشاشة كبيرة عندها سحرها الخاص وهذا الشيء قدر نقوله أنه جمهور أحمد بي راه يبره أنه في كل تقريبا في كل يوم لأنه البرنامج السينما ما يتوقفش وكما سبقه قلت لأنه القاعة مجهزة طبعا الجانب التقني مهم ومهم جدا خاصة أنه الجمهور الجزائري ذوق وأيضا متطلب يعني دائما يحوس على حاجات تكون نقدر نقلوه بما يواكب اللي نشوفوه ممكن في دول أخرى ولا في مناطق أخرى إذن قاعة أحمد بي راه مجهزة بالبلو دي سي بي يعني اللي هو أحدث التقنيات الخاصة بالعروض السينمائية الأفلام اللي نقدموها إضافة للأفلام الجزائرية الجديدة ولا حتى القديمة لأنه الأفلام خاصة الأفلام الجزائرية تعنا متموت يعني الفيلم السينمائي دائما يكون مطلوب وخاصة كما كنا نقول في المناسبات الوطنية بخاصة يعني فيه أفلام عالمية لتكون الصدور تاحة صدور تقريبا تزامني يعني الفيلم يصدر في هوليوود مثلا يكون عادة ساعات قليلة بعد صدوره العالمي يكون متوفر في القاعة وهذا الآنية في صدور الأفلام هي ممكن اللي تستقضب الجمهور بطريقة خاصة لأنه يكون فيه نقدر نقوله شغف وحديث عام على مستوى عالمي عن الفيلم وبهذا الشي جمهور الشباب خاصة اللي يتوافد على قاعة السينما طبعا قاعة أحمد بي هي مركب ثقافي يعني كبير فيه جانب الورشات فيه جانب الحفلات الفنية اللي تكون في القاعة فيه أيضا نشطة أخرى خاصة بنادي الفنانين لأنه فيه كافيتيريا ونادي يجمع الفنانين خاصة النقصة طينا رهي معروفة بالجانب المالوف وجانب الموسيقى التقليدية وين تكون ملتقى يعني أنك أخفوق وين يتلقى والفنانين تعشر قوي وعلى شلالة ممكن يكون فيها إبداعات يتخلقوا على مستوى القاعة إذن أكيد قاعة أحمد بي نعتبرها من بين المنارات وصرح ثقافي مهم في الشرق الجزائري والديوان يتشرف بإدارتها وتسييرها منذ سنوات منذ كنا نتكلموا على فعاليات الثقافية الكبرى كما كان تنظيم عاصمة الثقافة العربية في مدينة قسنطينا كما كان أيضا تنظيم لعاصمة الثقافة الإسلامية في تلمسان أيضا أخيرا يعني آخرا وليس أخيرا في حفل افتتاح واختتام حفلي افتتاح واختتام الألعاب العربية اللي كان أيضا من تنظيم ديون ووطني الثقافة والإعلام وحتى الآن يعني يلقى رواج كبير وحتى الآن مقاطع الفيديوهات والمشاهدات خاصة أنه صفحة التلفزيون الجزائري وفيه مقاطع رائعة كنحطوها حتى الآن نرى يعودوا يطلعون في بعض المنصات الخاصة وما زال تجاوب مع الجمهور كبير وهذا هو الهدف تميزات الأعمال هذا هو الهدف والتميز والتجديد خاصة نحكيه على 26 سنة من الوجود التجديد ومواكبة العصر لازم ممكن هذه النقطة بالتحديد نتحدث عن التجديد عن مواكبة العصر يقودنا أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتسارعة وهنا نتحدث عن الرقمنة ماذا يمكن أن نقول عن الديوان الوطني لثقافة والإعلام في مواكبته واستخدامه ممكن للرقمنة في تطوير مختلف الخدمات التي يقوم بتقديمها سواء بالنسبة للفنانين وحتى بالنسبة للجماهير أيضا صحيح الرقمنة بالنسبة لنا هي أولوية أول شيء في السنوات الأخيرة طبعا تحت وساية وزارة الثقافة لأنه كنت تكلموا للرقمنة ليست فقط خطوات تقنية التي نقوم بها هي استراتيجية دولة وهي استراتيجية قطاع يعني إسقاط لإستراتيجية قطاع والديوان هدف توجه نحو التحول الرقمي أكيد والتحول الرقمي بالنسبة للديوان الوطني ثقافة الإعلام هو مشروعنا نعمل عليه على قدم وساق في خلال أشهر قليلة أكيد رح يكون لأنه كان لازم نبدأ من الداخل فيه تسيير المؤسسة بحد ذاته اللي كان لازم يتحول إلى الجانب الرقمي بالنسبة لتطبيقات خاصة بتسيير مثلا الفنانين وأرقامهم وإهتصالاتهم إلى أخيره أيضا بالنسبة للمكتبات والخطوة الأكبر ستكون باتجاه الجمهور لأنه الديوان الوطني لثقافة الإعلام إضافة إلى جانب الخدمة العمومية اللي قدمها فيه أيضا الشقة التجارية لأنه مؤسسات تجارية الشقة التجارية والتسويقي المتعلق بالرقمنا هو خلق منصة رقمية موجهة للجمهور اللي يتمكنوا باش يقتني التذكيرات على الانترنت يعني أون لين يقد يحجز أيضا المقعد يختار المقعد اللي يولمو لأنه فيه أحيانا نكون عائلة مثلا ونحب نقعد مع بعض في القاعة فيه أحيانا زملاء يحبوا يكونوا مع بعض في القاعة ذلك التسهيل وأيضا الهدف من رقمنا النظام البيع التباكر ونظام الحجوزات ونظام أيضا الدخول والولوج إلى القاعات وإلى المكتبات وإلى غير هذا الشيء من النشاطات الثقافية التي قدمها الدوان والخدمات بطريقة عامة الهدف منه أولا هو تقريب الثقافة من المواطن وتسهيل تجربة الجمهور يعني تكون أسهل لأنه يكون في داره يقدر يقتني يهديه أيضا وفيه أيضا جانب إيكولوجي لأنه رأنا نحاول باش نتخلص من الورق اللي يقعد الأفضل أن نمروا للجانب الافتراضي والرقمي وين يقدر التذكير تكون في الهاتف وتكون بطريقة جد سهلة وبسيطة بهذه الطريقة يعني الجانب الإيكولوجي أيضا عنده أهمية بالنسبة لنا فيه أيضا هدف هو الهدف التفاعلي لأنه في المنصة اللي رأنا نخدم عليها فيه أيضا بطريقة ما يقدر الجمهور يقدم اقتراحاته يقدم انتقاداته لأنه في تجديد وفي تحسين الخدمات في إطار تحسين الخدمات ماذا بينا نستقبل كل الانتقادات وكل الاقتراحات الخاصة بالجمهور من كل الجوانب لأنه كنت تكلم على حدث ولا حدث ثقافي عنده بعض الجوانب اللي الجمهور وحده هو اللي يشوفها كما تكلم مثلا مرات فيه الجمهور يتكلم على بالنسبة للوقت بالنسبة لطبوع الموسيقية ولا حتى الفنية اللي فضلها في وقت ما أو كل هادية وحتى عنوين لأفلام اللي ممكن يقترحها فيه مثلا في الوقت الحاضر التفاعلية رانا نخدم عليها فقط على مستوى الغزو السوسيوم يعني على مستوى واقع التواصل الاجتماعي ونلاحظ أنه الجمهور الجزائري أيضا عنده إضافة للأفلام العالمية فيه أيضا الأفلام المصرية مثلا الأفلام الجزائرية طبعا الأفلام الجديدة وحتى القديمة لكن فيه أيضا حتى يطلبوا أفلام بوليود يعني بهذه الطريقة تقدر تعرف الاقتراحات والميولات الخاصة بالجمهور وهذا هو الهدف تعنا الأول على كل حل والأخير هو إرضاء الجمهور الجزائري وتقديم خدمات لقبي ويكوننا راضي عليها وأكيد أنه الرغمنا ستلعب دور كبير في التعرف أيضا على رغبات على تطلعات وعلى انشغالات أيضا مختلفاته الجماهير وستساهم أيضا في الترويج الهوية الثقافية الجزائرية وتعزيزها وترسيقها وأيضا التعريف بها داخليا وخارجيا السيدة خديجة دحماني مديرة الاتصال والتسويق بالديوان الوطني للثقافة والإعلام شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل التي وفيتنا بها وعلى كل هذه المجودات التي يقوم بها الديوان الوطني للثقافة والإعلام للاهتمام والدعم الفنانين والمثقفين والمبدعين والعمل أيضا على تعزيز الهوية الثقافية الجزائرية والدعم العمل الإبداعي والفن بمختلف فروعه ومجالاته شكرا جزيلا لك شكرا لك مرة تانية وشكرا لتلفزيون الجزائري أيضا ونحيي من هذا المنبر كل الزميلات والزملاء كل عام هم بخير كل عام المؤسسة وقطاع الثقافة والبلاد كامل بخير شكرا جزيلا لك إذن وبالذكر السادسة والعشرين لتأسيس الديوان الوطني لثقافة والإعلام وصلوا إياكم مشاهدي لفاضل إلى ختام برنامج هذا الصباح جمعة مباركة كل الخير أتمنى لكم في أمان الله اشتركوا في القناة